اشتركوا في القناة ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصف ولده أب الفضل العباس قوله إن العباس بن علي زق العلم زقا وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام كان عمنا العباس عليه السلام نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد مع أبي عبد الله الحسين وأبلى بلاء حسناً ومضى شهيداً فقد وصفه بنافذ البصيرة وصفة نافذ البصيرة هي صفة معرفة تزيد الإنسان معرفة لا تخالطها شبهة ولا تختلجها شك صلب الإيمان يأتي من العلم والمعرفة كلما زاد الإنسان علماً ومعرفة ازداد إيماناً وصلابة بما يؤمن به ويعتقد به فتتمثل وتتجسد بشجاعته فقد أبلى بلاءً حسناً في ولائه ودفاعه وإيثاره عن أعظم قضية قادها وتصدى بها أبي عبد الله الحسين إلى جموع الأعداء الذين واجهوا في يوم العاشر من محرم فسلام عليه مولانا أبي الفضل العباس اليوم ننطلق بجلستنا هذه من علمه نستمد من علمه وإيمانه وعقيدته نبدأ جلستنا ونأمل أن نكون نافذي البصيرة في مجال تخصصنا صليبي الإيمان بمضامين علم المعلومات والمكتبات جاهدين نحو تنفيذ المشاريع التي تسهم في بناء إراقنا العزيز وأيضا تسهم في تعزيز النتاج الفكري العربي وثم أن نكون ضمن الحضيرة العالمية التي تأمل بالتحول من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية مستلهمين من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لخلق مجتمع مزدهر بناء خالي من المشاكل والمعوقات التي من شأنها أن تسد الفجوة بين المجتمعات النامية والمجتمعات المتقدمة فكلنا هنا مجتمعين ونحن معتقدين ومؤمنين بقيمة اختصاصنا وبدورنا في المساهمة الفاعلة في إنجاح هذا المؤتمر وأيضا المؤتمرات الأخرى والتوصيات التي سوف يتمخذ عنها هذا المؤتمر نعمل مشاركة الجميع في إبداء آرائهم ومقترحاتهم واليوم أنا سعيدة جدا بمساهمتي في هذه الجلسة مع نخبة قيمة من الباحثين الأعزاء والذين لهم بصمة في مجال علم المعلومات والمكتبات على المستوى المحلي والعربي والعالمي نبدأ على بركة الله جلستنا بالأستاذ الدكتور صباح محمد كلو وهو لا يحتاج إلى التعريف فهو علم من أعلام علم المعلومات والمكتبات وأيضا صديق لطيف وحميم وكريم في أخلاقه وفي علمه لكل الباحثين العراقيين والعرب ويمكن لا يحتاج إلى أن أستعرض سيرته العلمية لكن لدينا بعض الشباب الصغار نأمل أن يقتدوا بطريقه وبعلمه من طلبة الماجستير والدكتورة وأيضا نعرف الضيوف الكرام من غير الاختصاص بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ الدكتور صباح محمد كلو أستاذ في قسم الدراسات المعلومات جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان حاصل على دبلوم عالي في علم المكتبات والتوثيق عام 1974 وأيضا حاصل على مرتبة ماجستير في علم المعلومات في قسم دراسات المعلومات جامعة شفيلد في إنجلترا وأيضا دكتورة في علم المكتبات والمعلومات الجامعة المستنصرية العراق له العديد من النشاطات بعضا منها نشر العديد من البحوث والدراسات باللغتين العربية والإنجليزية أيضا ساهمة في الإشراف والتحكيم للعديد من الرسائل الجامعية على مستوى الماجستير والدكتورة أيضا له اهتمامات بحثية في المجالات في إدارة المكتبات الطبية الدراسات الببليومترية وأيضا نظم خزن واسترجاع المعلومات يعني دكتور صباح ما شاء الله في كل المجالات تقريبا مغطي أستاذ شامل في مجال تخصصه نرحب به أجمل ترحيب وفخورة جدا لأن أنا أحدى طالباته أن أقدمه اليوم موضوع بحثه هو مفهوم الأنطولوجيا وتطبيقاته في مجال التحليل الموضوعي نظام يو أم إل أس إنموذجا فليتفضل مشكورا في إلقاء بحثه بشكل نبذة مختصرة ومقتضبة للتعريف بموضوع بحثه بسم الله الرحمن الرحيم لي الشرف أن أكون بين نخبة من أساتذتي وزملائي وأحبائي طلبتي في هذا الصرح المقدس الصرح مولانا وسيدنا أبو الفضل حباس وأطرح هذه الورقة كعنوان فيه مجال للنقاش والحوار لأنه يمثل أحد الاتجاهات الحديثة في عمليات التحليل الموضوعي والتي ينبني عليها عمليات استرجاع المعلومات الآن من المصطلحات التي طرأت في العقد الأخير من هذا القرن مفهوم الأنتلوجيا ومفهوم الأنتلوجيا كما تعرفون أحبتي ومفهوم فلسفي بالأصل ثم بعد ذلك بدأ يأخذ دلالاته الدلالية والمعنوية في مجالات المعرفة بشكلها العام ثم أخذ حيز من التطبيق في مجال علم المعلومات والمقصود العام من الأنتلوجيا كما تعلمون سادتي أن عمليات البحث والاسترجاع الآن في أغلب مشغلات البحث وفي أغلب نظم استرجاع المعلومات مبنية على رسم الكلمة صورة اللفظ يعني هو الاسترجاع اللفظي فبالتالي عمليات الاسترجاع المعلومات تبدأ بعملية الماشق والمطابقة في الاسترجاع على ظهر رسم الكلمة الآن الاتجاه الحديث هو نحو المفهوم نحو الدلالة فبالتالي أنه عندما تبحث عن موضوع معين تبحث من خلال مفهوم هذا المصطلح فهنا أصبحت عدة إشكالية أنه المصطلح الواحد له جانبين من الدلالة الجانب الأول هو الجانب اللفظي اللي هو للكلمة أصل وجذر واشتقاقات كمصدر هذا جانب فبالتالي أنه أنت تبحث عن موضوع معين تبحث عن هذا الموضوع ومع ما يلتبع من جذور ودلالات لهذا اللفظ هذا جانب الجانب الآخر لنفس المصطلح له دلالات بعيدة جداً عن الجذر وإنما دلالات تتفق في المعنى تتفق في المفهوم أمثلة كثيرة حقيقة في لغتنا العربية وفي اللغات الأجنبية عندما تأخذ كلمة الأصل اللغوي النهر نونها نهر في اشتقاقاتها لها دلالات متعددة اللي هي منها النهار والنهر وغيرها من فإذن هنا هذا الأصل اللغوي له ألفاظ متعددة هذا من جانب الجانب الآخر هذا الأصل اللغوي له معاني مترادفة يعني النهر هو المجرى الماء هو النبأ هو نسميه الشط بعبارتنا فإلا دلالات أخرى فبالتالي إذن هنا عندما تبحث في الوقت الحاضر في أغلى مشغلات البحث عن لفظة معينة اللي يأتيك هو ما يقارب أو ما يطابق اللفظ ولا يأتيك ما يطابق المفهوم والمعنى جاءت مفهوم الأنتلوجيا هنا للربط بين هذين الجانبين بين جانب اللفظ للمصطلح والفاظ المتعددة والألفاظ الأخرى اللي هي تنطبق مع هذا المصطلح في مجال المعنى في مجال المعنى هذا من جانب اللغوي أنا أتكلم الآن في الأنتلوجيا اللي هي أحد أشكال تطبيقاتها هي في الجانب اللغوي وحصل عندنا في هذا الإطار بدأت حدد كبير من البرمجيات في هذا الجانب يعني في اللغة الإنجليزية أحباً مبدأت تشتغل الدكتورة بدأت تشتغل الدكتورة بدأت الآن لدينا العديد من البرمجيات التي تعنا بهذا المجال على سبيل المثال عندنا الورد نت الورد نت مشغل بحث أجنبي بإمكانك أن وهذا طبعاً متاح open access يمكن أن أي شخص يدخل على هذا الموقع عندما تبحث عن مصطلح معين يعطيك الدلالات اللفظية لهذا المصطلح باللغة الإنجليزية وفي عدد من اللغات الأخرى فهو يعمل من جانب دلالي معنوي وأيضاً في مجالات الترجمة أنا حقيقة أفخر بأن هناك محرك بحث عربي تم العمل فيه في جامعة بيرزيت الفلسطينية في رام الله هذا هو عنوان الأنتلوجيا العربية محرك بحث معجمي هذا المحرك أيضاً متاح هذا عمل عليه أكثر من ثمانة سنوات من قبل مجموعة من الباحثين المتخصصين والمبرمجين والرابط موجود هنا أيضاً معكم لا أريد أن أطيل لأنه موجود في الباحث يمكن الدخول عليه في هذا الرابط هنا يؤكد على هذين المفهومين اللي تتحدثت لكم عنهم اللي هو الرابط بين اللفظ الكلمة وجذرها فمن تأخذ مصطلح معين تبحث في هذا المحرك رح يجيك المصطلح ودلالاته وارتباطاته هذه العملية ماذا تتطلب؟ تتطلب عندك أن يكون هناك مكنز لغوي تتطلب أن يكون هناك عندك برنامج دلالي وتتطلب من عندك أن تكون هناك مجموعة من العلاقات موضوعي أنا هذا بشكل عامي يعني هو حول استخدام هذا النموذج من الأنتلوجيا أو هذا البحث الأنتلوجي لكن أنا ركزت في نوع آخر من الأنتلوجيا اللي هي الأنتلوجيا التي تتعلق بموضوع الـ UMLS و الـ UMLS هو عبارة عن برنامج أنتلوجي متخصص في مجال الطب تم إعداده وتطويره من قبل الـ National Library of Medicine اللي هو Unified Medical Language System نظام اللغة الطبية الموحدة هذا النظام هو نظام أنتلوجي بس ما يميزه أنه ليست فقط نظام لغوي أنا أخذته كنموذج لأن هذا النظام ليست نظام لغوي بحت كما هو الحال في النظامين السابقين الذي تحدثت عنهم هذا النظام موضوعي متخصص يعني يمكن أن ينفع الأخوة والأخوات الحاملين في مجال المختبات الطبية في مجال التحليل الموضوعي أو في مجال استرجاع المعلومات نظام الـ UMLS هذا يتألف من مجموعة من الملفات والبرامج التي تجمع العديد من المفردات والمعايير الصحية والطبية في مجال الطب الحيوي لتمكين التشغيل البيني بين أنظمة الحاسب الآلي بشكل مختصر هذا النظام يربط بين المصطلحات والمفاهيم الطبية كلفظ وكمفهوم هاي واحد اثنين يربط مع البرمجيات جميع البرامج التي تتعلق في مجال تنظيم المعرفة الطبية منها مثلا على سبيل المثال نظام المش اللي هو Medical Subject Heading نظام رؤوس الموضوعات الطبية موجود نظام تصنيف الطبي اللي هو National Medical Classification موجود هذا بالمعنى أنه أنت من تريد تصنف من تريد تحل التحليل الموضوعي عندما يرتبط أيضا في مجال المستشفيات يرتبط بملفات المرضى والحالات الخاصة بكل مريض ويعطيك أيضا جميع البيانات الخاصة بمريض فهو يرتبط باسم المريض والحالات المرضية المختلفة يرتبط أيضا بعدد من قواعد البيانات بمصادر المعلومات نفسها يعني عندنا هناك العديد مئات من قواعد البيانات الطبية ومن أشهرها الميدلين والبوبميد وغيرها هذا إذن هو برنامج شامل برنامج أنتولوجي شامل لن يقتصر على المجال اللغوي ولكن يمكن استخداماته في مجال تحسين وتطوير التطبيقات ومنها قلنا المجالات الصحية الإلكترونية أدوات التصنيف القواميس والمعاجم الطبية مترجمات اللغة الطبية ومن استخداماته أيضا يستخدم حتى في مجالات الأدوية وترميز الفواتير وكلها هذه تعتبر يعملها منها منظومة واحدة يجمع هذا البرنامج يجمع من كل هذه البرمجيات منظومة واحدة وأتوقع أنه حدد البرامج والبرامج اللي سميها مصطلحة مصادر المعرفة لهذا البرنامج مصادر المعرفة تتجاوز المئتين وخمسين مصدر كلها اجتمحت في هذا النظام جميع هذه المصادر المعرفة الطبية اجتمحت في هذا النظام نظام الفطمد حفوا اليوم ألأس مكوناته ثلاث حناصر اللي تلاحظوه العنصر الأول اللي هو الميتاثيزوريس الميتاثيزوريس هذا اللي تضمن جميع المفاهيم كل المصطلحات والمفاهيم يعني إذن هو المعجب الذي يجمع كل ما موجود من مصادر معرفة في هذه المصادر العديدة من فواتير وملفات صحية وقواعد بيانات ونظم تحليل كلها كمصطلحات ومفاهيم هذا يجمعها الميتاثيزوريس هذا هنا اللي هي موجود عليه الكونسبت جميعا هنا متاحة الثاني اللي هو سمنتك نتويرك اللي هو الشبكة الدلالية والشبكة الدلالية هذه تصنف هذه المصادر إلى فئات وكل فئة تندرج تحتها فئات وإذن بالتالي هي تستخدم هذا النموذج الهرمي والأفقي للمصادر كلها فإذن كل هذه المصادر ترتبط بعضها مع البعض كمفاهيم وكفئات كما هو الحال أبسط العملية لكم كمثال مثلاً لبعض الأخوان اللي يشتغلون على الميديكال سبجك هدينج الميديكال سبجك هدينج عنده استخدامين في مجال البحث والاسترجاع عندنا نظام البحث المباشر تبحث عن مصطلح كمين هدينج أو سب هدينج وممكن أن تبحث في الميديكال سبجك هدينج في التريستركشور يعني الترتيب الشجري فيه الترتيب الشجري يقسم المصطلحات الطبية أو الموضوعات الطبية إلى 14 أصل وبعدين هناك أصلين إضافيين الخاصة لأواحد يتعلق بمصادر المعلومات نوعية مصادر المعلومات والآخر بالأماكن الجغرافية بس كموضوعات إنه 14 موضوع من كل موضوع تتسلسل وتتفرع من عنده موضوعات فرحية أدنى أدنى حتى توصل في بعض المستوىات إلى داعش لفل للأدنى وهذه كلها مترابطة مع البعض يعني بإمكانك في موضوع معين موجود في أكثر من فئة فإذن هذا المفهوم هو نفس الحالة في موضوع اللي نطلق عليه السمنتك الدلالي فبالتالي جميع هذه المفاهيم يعملها على شكل كاتيجوريس على شكل فئات اللي إحنا نسميها تكسونومي يصنفها وبالتالي يعمل فيما بيناتها هذه العلاقات البينية العلاقات الربط اللي تربط بين هذه المصطلحات هذه كلها إحنا نحتاج إلى أن يكون هناك معجب خاص متخصص اللي هو التورز اللي هي الدير هذا البرنامج اللي هو هذا هو البرنامج المتخصص اللي يدير هذه العملية إذن هذه كلها تأتي في مجال بسمناها اللي هي المصادر المختلفة التي يضمها هذا المعجب تفاصيل هذه تفاصيل هذه العناصر الثلاثة أخذها باختصار اللي هو مثلاً هذا يشتمل على مستودع رقمي يضم العديد من المفردات التي تم ضبطها في مجال العلوم الطبية الحيوية هذا يشتمل على 2 مليون كلمة كلمة لفظ نعنى 2 مليون لفظ ونحو 900 ألف كونسبت إذن هناك فرق بين اللفظ والمفهوم فهنا عدنا 2 مليون لفظ يقابلها 900 ألف كونسبت وهذه الكونسبت مصنفة إلى كاتيكوريز عدد الفئات اللي موجودة يقصنف إلى 60 فئة من المفردات الطبية الحيوية إضافة إلى 12 مليون علاقة تربط فيما بين هذه الألفاظ والمفاهيم 12 مليون علاقة تربط بين هذه الألفاظ والمفاهيم يزود هذا الميتا فيزوريس مخطط بنيوية تضمن هذه المفردات مما يمكن المستفيد من الترجمة بين مختلف أنظمة علوم المصطلحة ويمكن النظر إليه كقاموش شامل وكعلوم وجود لمفاهيم الطبية الحيوية هذا الرابط من هذا المكان يمكن أن ندخل على الميتا فيزوريس وإذا كان الإنترنت موجود أو لا لا أعرف نقدر ندخل وهنا تطلع لجميع مصادر المحرفة المشتركة في هذا القاعدة في هذه المحرك هنا أنا الرابط حتى لا أطيل أستثمر الوقت سوف ندخل دكتور جزء من حطة كيس مبتاز يعني في مجال أدخل في مجال أدخل على أتنج نتأمل أنه نربط حتى يشوف مصادر المحرفة اللي داخلة في هذا السيستم هذا هو الميتا فيزوريس وهذه مصادر المحرفة مرتبة تبتيباً هجائياً في هذا الدليل لجميع المصادر المحرفة اللي موجودة وهنا يعطينا هذا الدليل أحياناً في بعض مصادر المحرفة موجودة بأكثر من لغة يعني مثال على هذا إحنا مثلاً أنا أخذ مثال أضرب مثال على المش لأنه هو أكثر اكتساقاً بمهنة ومناء المكتبات الطبية عندما يقوموا بعملية التحليل الموضوعي للطب فهنا عدنا في المرتب يجائين أروح إلى الميديكال صبجك هدينك دكتور ميديو يطلع على الشاشة ما تطلع على الشاشة هنا لازم نربط هو يستخدم بها بها لاحظ عندنا الميس إحنا نفهم موجود في اللغة الإنجليزية وفي تعريب يعرف الدكتور أنه معرب إلى اللغة العربية في نسخة عربية للمش الآن هنا في الميتة موجود المش بكل لغاته يعني في الأسباني في الألماني في الفرنسي موجود والروسي والبرتغالي والبولوني فهذه كلها لغات للمش متاحة فبالتالي إذن هذا من يعطي المصطلح يعطيه المصطلح بكل اللغات يعني هو مو فقط مصطلح يعني يمكن أن يكون فقط في مجالات الربط مع الأدوية أو مع قواعد بيانات أو مع مصادر حتى يعطيه أيضا ترجمات المصطلح فبالتالي أنه أنا من أدخل على أي نموذج من فهذه هي عدد كبير من المصادر المعرفة التي تدخل في إطار هذا البرنامج نطلعنا من البحث طيب هناك طبعا بالنسبة إلى الهدف من الأنتلوجيا إذن الهدف من الأنتلوجيا هي ليست فقط تحديد بالنسبة لهذا الموضوع هو ليست فقط تحديد مفاهيم وألفاظ لغوية إذن هو بإضافة إلى تحديد المفاهيم والألفاظ اللغوية إنه بإمكانك أن تستفيد من عدها كرابط لمصادر معلومات في مجال الطب تستفيد من عدها كرابط لما موجود من حالات إدارة المستشفيات التي تتعلق بالأدوية والأمراض تتعلق بالملفات المرضى فإذن يمكن تطبيق هذا على فكرة أعزائي إنه هذا السيستم هو متاح مجانا يعني ما يتطلب من عندك اشتراك كل ما هناك إنه تعمل أكاونت على هذا السيستم وبالتالي يمكن أنه تدخل عليه ولذلك توصيتي يعني التوصيل الأساسي اللي أضحها في هذا المحفل إنه نعمل دورات على هذا البرنامج هذا جدا مهم وخاصة لأمناء المكتبات الطبية المتخصصين في مجال الطبية يعني حتى يدخل في مجال الأطباء الصيادلة التمريض ذونا كلهم بحاجة إلى أن يستخدمون هذا البرنامج وبالتالي إذا طبقناه في إدارات مستشفياتنا الطبية إحنا رح نستطيع أن نقدر نلم بكل جوانب الطب والعلوم الصحية والورقة موجودة ومتاحة فيها تفاصيل أكثر والموضوع قابل للنقاش وأشكركم جزيلا شكرا جزيلا دكتور طبعا موضوع شيق جدا ومهم وكنت أتمنى أنه تاخد وقتك من العرف لكن محكومين بوقت محدد وأيضا لدينا باحثين آخرين يعني إن شاء الله يلقون بحوتهم الآن طبعا إحنا نحب يعني نذكر أنه عدد الباحثين المشاركين في هذه الجلسة هم ستة اثنين اعتذروا عن حضور الجلسة بسبب يعني أحد أحد الباحثين هو من خارج العراق تعذر مجيئة وهو الدكتور فارس شاشة وأما الست بشرة بشرة خالد فقد تم عرض بحثها في الجلسة الأولى في الجامعة المستنصرية لعدم تمكنها من المجيء اليوم عندنا إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور على عرضك بعد ما يكملون الباحثين إن شاء الله تتفضل الأستاذ الدكتورة هدى عباس قنبر لتقديم عرض عن بحثها الموسوم الفهارس الألكترونية الموحدة وتطبيقاتها في المكتبات المركزية في الجامعات العراقية طبعا الدكتورة هدى قنبر أيضا علم من أعلام اختصاص علم المعلومات في العراق إن شاء الله تكون على مستوى العربي والعالمي نبدأ مختصرة عن سيرتها الذاتية تدريسية في كلية التربية بن رشد للعلوم الإنسانية جامعة بغداد وأيضا رئيس التحرير مجلة الدراسات المستدامة عضوة هيئة إدارية واستشارية في العديد من المجلات العراقية منها مجلة الجمعية لاختصاصي المعلومات والمكتبات والتوثيق العراقية وأيضا مجلة بيت الحكمة ومجلة منتدى السلام الدولي ومجلة الأطروحة ومجلة بابير التركية لها العديد من النشاطات والمساهمات الفاعلة في المؤتمرات والندوات وأيضا في المحافل العلمية أكثر من 25 بحث منشور في المجلات العلمية وأيضا مشاركة لها في العديد من المحافل الدولية أعطت لكثير من المحاضرات في مركز التعليم المستمر للجامعة التكنولوجية والجامعة المستنصرية في مجال الإختصاص ولديها مؤهل في دورة التعليم الألكتروني الصفوف الألكترونية وأيضا دورة تي أو تي لإعداد المتدربين من جامعة كيندستون البريطانية عام 2018 ولديها المشاركة في ورشة عمل آلية دخول مجلات الجامعة ضمن المستوضع المستوعبات العالمية الرصينة وهو من المواضع المهمة جدا في حصيلتها وفي جعبتها نتاج فكري ضخم نتأمل أن يكون طرحها مقبول للجميع وأن يؤخذ بتوصياتها على مستوى الجامعات والمكتبات الجامعية تتفضل مشكورا شكرا رئيسة الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صاحبه أجمع أساد الحضور الكرام في البدء أقدم خالص الشكر والثناء لهذا المؤتمر ولحضور هذا المحفل العلمي بالأخص وخاصة أشكر مقدم كلية الآداب ممثلة بعماد كلية الآداب وقسم المعلومات والمكتبات لما أقدمه البارحة كانت تحضيرات للمؤتمر ومشاركة بالمؤتمر أيضا أقدم بالشكر والثناء إلى العتبة العباسية ممثلة بمركز الفهرسة والنظم المعلومات لما أقدمه البارحة واليوم من الضيافة وكثير منكم أيضا أقدم الثناء الاتحاد العربي جمعيات المكتبات العربية ممثلة بكتور خالد الحلق أيضا هذا الشكر والثناء سماح لي بمشاركة بهذا المؤتمر العلمي التخصصي بحثي بعنوان الفهارس الإلكترونية الفهارس الإلكترونية الموحدة وتطبيقاتها في المكتبات المركزية في الجامعات العراقية طبعا كان اختياري لهذا الموضوع كوني تسنمي منصب الأمين العام للمكتب المركزية لجامعة بغداد في البدن تجربتي دخلت هذا المنصب تسنمي وجدت عدة اشتراكات للمكتبات المركزية وعدة خلنا نقول مشاريع في الاشتراك بالفهارس لذلك طموحي كان توحيد هذا العمل في جهد واحد مشترك يتبثل يعني يبدأ من أصغر مكتبة ويصعد إلى على نطاق عالي طبعا بالاشتراك هذا بحثي ما ست نهاية محمد هي أيضا الأمين العام للجامعة التكنولوجية في الخصوص المحتويات جاء البحث في ثلاثة مباحث تناول الأول الإطار العام للدراسة المبحث الثاني الإطار النظري للدراسة المبحث الثالث وهو الإطار العملي للدراسة ثم الخروج في الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات وقد تكون المقترحات موضع الظن الملخص نقول بالأخير الظن دائما نحن محكمين بالعرض وبالفورمة للمؤتمر التمهيد في ظل التطورات المختلفة وأصر المعلومات والتقنيات دعت الحاجة إلى التعاون بين المكتبات لصعوبة استيعاب أي مكتبة لكل ما ينشر في العالم من المعلومات لذلك تجسد هذا العمل بالاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الحديثة المتطورة فيما يتعلق بالمكتبات من خلال تشكيل أنظمة معلومات وطنية ودولية هذا التشكيل صار على نطاق القطر وتمثلت بمن للفهرس العربي العراق الموحد وعلى نطاق الوطن العربي الفهرس العربي الموحد وتعتبر هذه من المشاريع القومية التي تسعى إلى ربط المكتبات على مستوى القطر العراق وعلى مستوى الوطن العربي وعلى حتى التعرف بها على مستوى العالمي طبعا بيها فائدة لتسهيل الاطلاع للباحثين والمستفيدين على مصادر المعلومات بأسهل الطرق وقلل المشكلة الدراسة ذكرتها بالرغم أهم مشكلة كانت مدى بالإضافة إلى جانب يعني أريد تعرف مدى اشتراك ومساهمة المكتبات المركزية العراقية في الفهرس الإلكترونية الموحدة خاصة عن النطاق العربي وعلى النطاق الأجنبي أيضا ما مدى الوعي بهمية الانضمام إلى الفهرس الإلكترونية الموحدة العربية والأجنبية ما واقع واقع الانضمام خاصة مكتبات الجامعية بالفهرس العراقي وإذا كان الفهرس العراقي والفهرس العربي وهي تعتبر هل اشتراك المكتبات المركزية الجامعية أساسي ورئيس بالنسبة للفهرس العربي الموحد أهداف البحث انطوئت على نفس التساؤلات التعريب بالفهرس الإلكترونية الموحدة بيان أهمية الاشتراك بها تعرف على الفهرس أنا خذت نماذج من المكتبات الفهرس والتجارب العربية خاصة فيما يتعلق اشتراك الجانب الجامعي يعني الجامعات اشتراك بالفهرس استعرض نماذج من المكتبات على انطاق العالم العربي وعلى انطاق العدن تعرف على اهم نقطة بها مشاركة المكتبات الجامعية الجامعات العراقية بالفهرس العراقي والفهرس العربي الموحد منهج الدراسة الترك هو منهج مسحي واكيد مقابلة صارت وي المسؤولين عن الفهرس العراقي العربي صحيحا احنا ما توصلنا تعرفنا عن طريق الموقع الالكتروني واجرى مسح للموقع الالكتروني للفهرس العربي الموحد طبعا نحن ترك الجانب النظري وادخل الجانب العملي بالقصوص باعتبار موجودة في البحر بس اشير الى التجارب انشرت الى تسع تجارب في مجال الفهرس الالكترونية الموحدة وكانت اول المشاركات هي شبكة المكتبات المصرية سنة 1998 بالاضافة لو رجعنا يعني الاحذف اشتراك كان الفهرس المشترك الجزائري وايضا داخل ضمنها مكتبات جامعية واكاديمية لكن مذاكرين التاريخ وانا عرفت حديث النشأة بالاضافة الى الفهرس الموحد على الخط المباشر للمكتبات جامعة الدمش وهو سنة 2016 هذه المواقع الالكترونية لكلها ودخلت لها واخو صور ذنب بالنسبة في مجال التجارب الاجنبية كان ايضا عراضة تسعة وخاصة تتعلق بالجامعات والمكتبات الجامعية كان الفهرس العالمي الورد كات وهذا بدأ طبعا ويا الو سي أل سي التأسس عام 1967 وقد تكون قديما هذا واخر الفهارس تعفون المشاركات الفهرس الموحد للمكتبات في فرنسا وهيضا هذه مكتبات 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 جامعية الاطار العملية وخاصة من خلال الاستقصار في سي احص المكتبات جامعة لا توجد محاولات لإنشاء فهارس موحدة بين المكتبات الجامعة وانطاق مكتبة جامعة واحدة نستمر أي مؤسسة أكاديمية مع عدد الفهرس العراق الموحد التي شاركت بها عدد من المكتبات أي مشاركات أيضا في الفهرس العربي الموحد قديما كانت كلها محاولات المشاركة في الفهرس العربي الموحد قديما وحديثا ولم تتحقق لغاية اعداد هذا البحث وأكو محاولات أخيرة خاصة دكتورة فائزة بدت هسه في اعداد اللي خلا نقول تعفون دكتورة فائزة في وزارة التعليم العالي موثلة بدارة البحث والتطوير بدت تقريبا سوي بوابة للمكتبة الإلكترونية العراقية ضمن الفهرس العراقي العربي الموحد يرجع ذلك قد يرجع سبب عدم توفر البنية التحتية لتطبيق وبناء قاعدة بيانات للفهرس الموحد وأيضا الضرف المادي المر بالقطر في الفترة الأخيرة التي يحيل دون توفر المستلزمات الضرورية وصولا إلى الوقت الحاضر بخصوص يعني من الأجهزة وسائل اتصال تطلبها وإتاحتها للفهرس أيضا تقريبا بدت قلة خبرة العامين لا بالفترة الأخيرة بدت دورات مكثفة للبرامجيات وحاجتهم للتدريب والتأهيل والدخل وكثير من الفهرسين وكثير من المكتبات للتدريب على النظم المعلومات أستعرض بس الفقرات لفهرس العراقي الموحد بدأ بسنة انطلق أول مرة في تسعة وعشرين سماعش الفين وستعش طبعا من قبل قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة والاعتماد على الجمعية العراقية التكنولوجية المعلومات للجهة استشارية انطلق في البداية بسبع مكتبات بعد مرور عام صار اجتماع بها صارت أكثر من 18 مكتبة بها من ضمن هذه 18 مكتبة جامعية لهذا الموقع وهذا التطور إحنا البحث مالتنا دخلنا في تاريخ 22 سبعة الفين وثمانطعش وجدنا تحت اللي خلنا نقول الفهرس فقط ست مكتبات منها فعلية بقية المكتبات الأثر 18 كانت المكتبات قيد الإضافة لذلك اتصنى بهذه المكتبات القيد الإضافة كانت شنو تعديل بالتجيلات الببلغرافية واستكمالها وحدث المكررات غرض ضابطها بالشكل الأمثل ثم عادت رفعها للبيض أنا حترك هذا بس أريد أذكر هذا قد يكون ما موجوده في عام يعني شهر الواحد من سنة 2019 دخلت ظهر الفهرس بحلة جديدة يعني أكو تعديل لهذا الموقع وكوفة خلقوا بها إدامة لهذا الموقع لذلك ظهر بحلة جديدة شملت كتب ومجلات وأطاريح بين القصوص الفهرس العربي الموحد ماكو داعي يعني هواية كثير من الأدبيات أرفت لي بس أحب أن أتكز على بعض النقاط الأساسية الجهة المسؤولة والمشرفة على الفهرس هي مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالتعاون مع شركة نظم المعلومات نسيج وطم أطلاقها كرسمياً سنة 2017 موقع رسمي الحد ما عدينا البحث وجدنا داعز دولة بوابة لداعز دولة عربية لكن عدد المكتبات 106 مكتبة داخلها ضمن هذه البوابة عدد تسجيلات كثيرة ضمن هذه البوابة هذه البوابة وجدنا محاولات المكتبات المركزية الجامعة المشاركة ضمن الفهرس العربي الموحد بدت من سنة 2013 ووصولت إلى الوقت الحاضر وهاي موجودة بالهذا ما حستعرضها لأننا حنتقل بهم يعني ابتدت من التدريب ومن الدخول وخاصة بدايتها كانت في جامعة الموصل وانتهت بكمية الجامعة الأهم النتائج توجد مشاركات عدة لمكتبات الجامعات العربية في مجال إنشاء الفهرس الموحدة وذكرنا بدت من سنة 1998 ومشاركات لمكتبات الجامعات الأجنبية سنة 1991 الهدف الأساسي من الفهرس العراقي الموحد إيجاد بنية بيئة العفو التعاونية بين المكتبات العراقية الحكومية والأهلية خصوصا المكتبات العتبات المقدسة والمكتبات الجامعية المكتبات المتقصصة والمكتبات العامة والتي كانت بدايتها من 2016 وانتهان الوقت الحاضر بعدها وصل عدل المكتبات المشاركة بها منطاعش وهذا الدور ذكرنا سبيان بالنسبة للفهرس العربي الموحد توجد 11 بوابة حاليا نظرنا السعودية والأردن والكويت والسودان وعمان والإمارات والمغرب والجزائر لكن لا توجد بوابة في الوقت الحاضر للمكتبات العراقية كنت أيضا النقطة ذكرناها سوف تدخل المكتبة الإلكترونية العراقية كانت صلت بدكترا فائزة زالت في مطلع القرن يعني 2019 العمل جاري على أدخالها ضمن الفهرس العربي الموحد أهم التوصيات توحيد العفو أهم التوصيات توحيد الجهود الرامية لبناء فهرس عراقي موحد أن نطاق المكتبات الجامعية الجامعات العراقية والمكتبات المتخصصة والعامة على مختلف المؤسسات العلمية والأكاديمية أن يكون الفهرس العراقي الموحد بوابة ضمن الفهرس العربي الموحد الشارك بجميع المكتبات العامة والمتخصصة والأكاديمية أيضا استحداث وحدة الفهارس الموحدة نتيجة خاصة كمين عام وجدت عمل هذا العمل خاصة الاشتراكات بالفهارس يجب استحداث وحدة ضمن وحدة الفهارس الموحدة ضمن شعبة الإجراءات الفنية لهكلية المكتبات الجامعية بهدف إدارة الاشتراك بالفهارس العراق الموحد واشتراك بالفهارس العربي الموحد وتحديثها باستمرار أيضا الجانب المهم منه أعداد أدلة تعرف بالمكتبات الجامعية المركزية للجامعات العراقية وتضمن بيانات عن شعب ووحدات المكتبة والخدمات التي تقدمها وتعرف بالمكتبيين وتضمينها ضمن الخارطة الرقمية للمكتبات تعرفون الخارطة الرقمية تتحدد وجود المكتبات إذا كانت جامعية وإذا كانت متخصصة وإذا كانت عامة وحب ذلك أن تكون هناك دليل تضمن بها خرجت بمقترح وهذا المقترح قد يكون موجود ضمن الكرتيبات العظيم يجب توحيد الجهود الرقمية إلى بناء فهرس عراقي موحد بالاستفاق يعني وجدت عدم استفاق يعني تصير جهود مباثرة بين عدة جهات إذا كان نوحد هذه الجهود بين مدراء المكتبات الجامعية والأكاديمية والعامة والمتخصصة رؤساء وساتذة أقسام المعلومات والمكتبات همين لهم دور كبير في تحديد والدخول بهم أعضاء جمعيات المعلومات والمكتبات والوثائق والمخطوطات وما حددت تتعرفون عن نطاق القطر تقريباً ثلاث جامعات تلاث جمعيات متخصصة في مجال المعلومات والمكتبات والتوثيق يحب ذا أن تكون توحد هذه الجهود وتخرج بمخرج أن يكون الفهرس العراقي الموحد وتبدي من أصغر المكتبات وتصعد إلى دخول للمكتبات يعني فهرس العراقي الموحد يعني بهذا النموذج أمثلت بهذا الشكل يعني مثلت بقد تكون مكتبات تبدي من مكتبات الكليات وتدخل على مكتبة جامعية هي المكتب المركزية الجامعية بالإضافة إلى المكتبات المتخصصة التي تتعلق بوزارات الدولة وزارات الدولة تسخر بالمكتبات المتخصصة بالإضافة إلى المكتب الوطنية والمكتبات العامة تدخل ضمن الفهرس العراقي الموحد وهذا الفهرس يصير إلى بوابة ضمن الفهرس العربي الموحد والفهرس العربي الموحد يصير إلى بوابة ضمن الفهرس العالم الموحد طبعاً شكراً لحسن الاستماع شكراً للاستاذ الدكتور هدى قنبر على التزامها بالوقت وأيضاً تقديمها العرض المقتضب والمركز والذي أوضح فيه مفهوم ومضمون بحثها المشترك مع الست نهاية محمد عبد علي أحب أن أنوه أن البحث هو مشترك مع زميلتي العزيزة الست نهاية محمد عبد علي وهي أمينة أمين عام المكتب المركزية للجامعة التكنولوجية والست نهاية يعني أخصائية مشتهدة ومثابرة ولها حضور في كل النشاطات المحلية وبعض منها العربية لديها العديد من العضويات عضوة في لجنة وزارية تشرف على المكتبات الجامعية وأيضاً عضوة في لجنة الإشراف على المكتبات الفرعية للجامعات التكنولوجية وعضوة في اللجنة الامتحانية في قسم هندسة الاتصالات للجامعة التكنولوجية يعني أيضاً اقتحم قسمنا واختصاصنا في المجالات العلمية التكنولوجية وهذا تشريف لأن يكون أحد متخصصي المعلومات في هكذا لجان علمية مهمة فأحيي الست نهاية وأني ارتيت أن أذكر معلومات بعد البحث حتى أعطي مجال بين تعريفي بالدكتور هدى ومن ثم تعريفك لأصلة الضوء على شخصك الكريم شكراً جزيلاً الآن مع الزميل المشتهد والمثابر الأستاذ علي الحر لازم وهو أيضاً نموذج نعتز به ونفتخر كونه هو أحد أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الحاسبات في كلية التربية الأساسية وهذا أيضاً نموذج ممكن أن نفتخر به كونه اختحم تخصص قد كان لنا باع طويل وصراع طويل في كيفية إثبات وجودنا مع المتخصصين في علم الحاسوب وعلم البرمجة وغيرها فأثبت جدارته في مجال البرمجة وتصميم النظم وكان أحد الأعضاء النشطين والمساهمين في قسم الحاسبات وهو الآن أيضاً مكلف بإدارة المكتبة المركزية لكلية التربية الأساسية أحب أن أعطي سيرة مختصرة عن الأستاذ علي الحر لازم التميمي الوظيفة الحالية هو أستاذ مادة قواعد البيانات قسم الحاسبات كلية التربية الأساسية الجامعة المستنصرية له نشاطات عديدة منها هو مقرر الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات وبالمناسبة الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات هي جمعية تضمن أعضائها كل التخصصات التي تصف في مجال تكنولوجيا المعلومات متخصصين في علم الحاسوب والأنظمة والبرمجة الآلية وأيضاً اختصاص الرياضيات وأيضاً اختصاص علم المعلومات والمكتبات والكثير من التخصصات التي لها اهتمام في هذا المجال أيضاً له تأليف كتاب التحولات من الأنظمة الآلية المغلقة إلى المفتوحة المصدر في المكتبات الجامعية عام 2019 عضو جمعية المخترعين العراقيين فقد سرني أنه تم لديه محاولة في اختراع أو برمجة نأمل أن يوضحنا الفكرة عنها بعد التقييم تم اختراع اختياره وضمه إلى عضوية جمعية المخترقين العراقيين وهذا فخر يعتبر أنه في مجال اختصاصنا أيضاً له بحوث منشورة منها خصائص الإفادة من نظام الويني آيسيس في المكتبات الجامعية العراقية وتصميم نظم إدارة المعلومات في المكتبات الجامعية أيضاً عند النظم الآلية ومتخصص في النظم الآلية المفتوحة تقريباً يعني عندنا الكثير من البحوث اللي الصب في هذا المجال منها إعادة الهندسة، هندسة العمليات لزيادة إنتاجية شعب النظم الآلية في المكتبات الجامعية فليتفضل مشكور لتقديم عرض مقتضب وأيضاً الاتزام بالوقت عنوان البحث هو تسوية البيانات الضخمة في مؤسسات المعلومات بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً أول شيء أقدم شكراً جزيلاً لأستاذ تزامية العزة الدكتورة الزهارة على هذا التقديم إن شاء الله كنا نتحسن ضنقل بالمناسبة أخواناً بالنسبة للموضوع البحث اليوم هو تسوية البيانات الضخمة في مؤسسات المعلومات إجا البحث مانة عن طريق عرض مستخلص وطار صغير هو التعريف بالبحث والجانب التركي الماضي مختص بالبيانات الضخمة تعريفة ومؤسسات المعلومات وعملية تسوية البيانات أو ما يطلق عليها بالغالب الأعظم هو إعادة هيكلية البيانات أخواناً مثل ما نعرف قبل كانت المكتبات الجامعية أو أي مكتبة مشكلتها الرئيسية والأساسية هي جمع وحصر النتاج الفكري الموجود على قدر المستطاع بعد التحول من البيئة الورقية والتقليدية للبيئة الرقمية تقريباً هذه المشكلة ما قدرنا أننا نتعاقل أننا نتجاوزناها لكن نوعاً ما شوية أقلت لأن صارت الوصول الرقمية كانت الحصول عليها أسهل مقارنة بالتكلفة وطريقة الجامع وطريقة التنظيم لكن بنفس الوقت صوت عدنا في المشكلة ثانية لأننا لا نحسب لها حساب نحسب مكان الخزن ما نحسب؟ نحسب مساحة بالمقابل صارت عندنا عملية تخزن معلومات عن الطريق الهاردات الموجودة بدأ النتاج الفكري الضخم وصل إلى بعض المراحل وصل إلى أكثر من عشر أو عشرين تيرا بايت وهذه موجودة عندنا في مكتباتنا العامة أو المكتبة الوطنية يمكننا أن أعتقد أن أرقام موجودة هل من المعقول البيانات التي موجودة وخزنناها هي في هذا القدر الكبير من حجم البيت والبيت الذي موجود عندنا خزنناها عن طريق النظام الباينري أو نظام O1 مثل ما نعرف أي عملية تخزين تبدي من أصغر وحدة رئيسية موجودة بالحاسبة اللي هي البت اللي هي عبارة عن نفضة كهربائية خمسة فولت أطفاء وتشغيل إلى أن تمدد إلى البايت والكيلو بايت والميجا بايت والجيجا إلى آخرين إلى أن تصل الزيتا بايت أو أعلى من هذا المقدار فعن طريق قبل فترة يعني أكثر من سنتين جتان مدير الشعبة النظمة الآلية بالمكتب المركزية الجامعة المستنصرية عدنا مجموعة من البيانات اللي تخص الفهارس الآلية اللي موجودة حجم هاي الفهارس بنضغط على البورابرتيز اللي موجود بيت كانت 28.7 ميجا بايت أخذتها كعينة ودخلت عليها من حلالتها لقيت بيها تكرار بالبيانات وتكرار مو مقصود يعني أخذنا خطأ نحن نحتاج بالنسبة للمدخل البيانات لا وإنما حاجز بتات وبيتات أزيد من اللازم اللي موجودة على سبيل المثال أي نظام آلي موجود اكسز ونهايسز نظام كوها إلى آخرين كل هاي الأنظمة تنطي إتاحها للمدخل البيانات بعدد غير محدود من الكلمات يعني من ريد ندخل اسم المؤلف دخلنا على سبيل المثال حتى لو كان اسم رباعي خماسي وأسماء مركبة عبدالهادي عبدالحميد إلى آخرين هاي الأسماء الطويلة ما تتجاوز أكثر من 50 إلى 60 حرف فبالتالي حسب نظام البايناري أولادنا يحولي إلى نظام الأكتر الثلماني ما يتجاوز أكثر من 50 بايت أو 60 بايت بينما هي بالقاعدة الافتراضي جديد منطينا البرنامج جديد منطينا 255 ميجا بايت كحد أقصى بالمقابل دخل مدخل البيانات بها الطريقة هاي صار عنده حجز 255 بينما هوش قد منتجاوز معتها 50 فقط هاي عدنا أول مسألة أول مشكلة كنا نعانم معتها وبأي نظام كان ولا نقول هذا خلل مدخل البيانات ولا نقول خلل بالنظام وإنما خلل بعملية التعامل مع الأنظمة ومعرفة مقدار ما نحتاجه من البيانات المدخلة هاي أول حالة الحالة الثانية اللي موجودة عدنا الشيء الثاني التكرار بالبيانات يعني أحنا مندخلنا مندخل البيانات الاسم على سبيل المثال الرسالة لطالح الجامعي اللي كانت هي العينة منتب الدراسة لقيت الحقل الأول اللي هو الاسم الحقل الثاني العنوان الخاص بالشكل المطبوع المشرف إلى آخره البيانات ويبقى عنده شنو الجامعة الجامعة المستنصرية وحاجزتها 255 بايت كلية الأداب حاجزتها 255 بايت اتكررت عندنا هاي العملية وصار عندنا عملية تكرار بالبيانات غير مبرر فلهذا أكو طريقة موجودة هي تغيير المعمارية الموجودة بالبيانات بدون أن تفقد قيمتها العلمية طبعا بالمناسبة كان منهج هو منهج استخدمت منهج السيرفين ومنهج التراينينج من خلال الأول من خلال الطلاع عن النتاجة فكري الموجود ومنهج الثاني استخدمته هي عملية التجربة وشوفت قياس مقدار اللي قلت عندنا بالضوضاء اللي موجودة قواعد البيانات بالمناسبة البيانات نحن يسأل سؤال يعني هي 28 ميجا بايت وانت حولتها إذ قللتها واحد قللتها فين قللتها وليس ذاك الرقم الموجود احنا نسأخذناها كعينة إذا أريد نقارنها بشنو بالبيانات الضخمة اللي موجودة اللي هي الأساسة نفس طريقة التخزين اللي صارت بس على مستوى أوسع وأوسع من عدها فلهذا البيانات الضخمة يعني عرفتها بالجانب النظري تختص بثلاث مطاهيم أساسية اللي هي الحجم والسرعة والتنوع وتباين البيانات اللي موجودة داخلها فلهذا جاءت عملية تسوية المعمارية أو التغيير ما أخذها من كلمة التطبيع باللغة العربية بس نحن نعرف العرب دائما نشتهد بأكثر من مصطلح بعملية الترجمة فأقرب مفهوم إلها هي عملية إعادة وتفكيك قواعد البيانات أو هيكلياتها على غرض تقليل الضوضاء والتكرار اللي موجود داخل قاعدة البيانات وتم من خلال ثلاث مراحل هي الفيرس نورمال فورمات والثيرد نورمال فورمات والثيرد نورمال فورمات يعني هذا المثال اللي انطيته فلهذا خذت قاعدة البيانات المخزنة بأي صلاة كانت أكسل أكسس إلى آخر حتى بالنظام الويني هايز إذا مخزنوا على شكل آي او اس نظام الكوهاي تتعامل تسجيلة رئيسية لأر تي تي اف كلها يتحول بمرة وحدة وماكو أي فرق بيناتها بعملية إعادة صيغة مالتها الفقرة الأولى لاحظنا طبعاً شنت أتمنى تطلع الشاشة أخوز السكرين لاحظنا إن الجداول ما مرتبطة واحد بثاني يعني إذا أخذنا اسم الطالب واعتمدنا عليه كان على شكل معرف معرف رقمي وكليات الآداب انطيناها معرف رقمي وبالمقابل الجامعة المستنصرية أو الجامعة بغداد انطيناها كمعرف رقمي فراح ندخل القيمة مرة وحدة لقيت بهذه الطريقة صح لقيت بهذه الطريقة ستقدر ننسو مع الإقرار بتقليص حجم الحقل اللي موجود اللي هو سمتل تشوفون هنا موجود عد 256 أو 255 حرف اللي هو بمثل بالنظام البايناري البت فسويت جزأت الجدول الواحد إلى أربع جداول الجدول الأول اختص في معلومات معينة معتمدة على براي ماريكي اللي هي اسم الطالب والمفتاح يكون إليه عبارة عن مفتاح رقمي رمز حتى نقلل لعدد وبالمقابل الاختصاصات اللي قيت في الجامعة المستنصرية كلمة الاختصاص مذكورة ومتنوعة أكثر من 21 ألف تسجيلة بينما هي عدد الاختصاصات اللي موجودة عندنا ما تجاوزت السبعة وثلاثين أو السبعة واربعين اختصاص على ما أعتقد كجامعة تكل إضافة إلى الكليات لقيت الجامعة المستنصرية اللي كل ساعة تكرر عندنا هي جامعة وحدة الكليات اللي موجودة عندنا 13 كلية وخمس مراكز يعني 18 تسجيلة فقط شلت من هاي الأرقام اللي موجودة سويت جدول انطلت رمز للجامعة المستنصرية عن طريق برايماري كي واسم الحقل والاختصاص والكلية والمعلومات اللي خاصة بالطالب قدر المستطاع قللناها ربطنا ما بين البرايماري كي اللي موجود بجدول واحد وجدول اثنين وجدول اثنين وجدول ثلاثة عن طريق العلاقات اللي موجودة ما استخدمت علاقة واحد الى متحدد او المتحدد الى واحد اللي هنا راح تسوي فوضة بالبيانات مرة ثانية عن طريق هذا قدرت اكتب الاختصاصات كتبتها 47 مرة كتبت الجامعة المستنصرية مرة وحدة فقللت البيانات فكانت النتائج الختامية الها ان البيانات المخزنة والمحتمدة المكتبة المركزية الجامعة المستنصرية كانت عشوائية وان ما اقصد هنا بان الجامعة المستنصرية مكتبتها بها قصور بعملية تدخال البيانات وان ما هي هاي مشكلة عامة بس عين الدراسة كانت عليها اكو تكرار غير مبرر للحقول عملية تسوية هيكلية البيانات قلت الضوضاء والتكرار بالبيانات قدرنا نقلص الحجم القاعدة النهاء من 28 و7 ابل 10 ميجا بايت الى 10.22 ميجا بايت وفرت تسوية المعمارية بالهيكلية البيانات مداخل اضافية لعملية البحث بدل ما كنت اقدر ابحث بس باسم المؤلف او باسم المشرف كمدخل اساسي عن طريق الكيوري ديزاين اللي موجود عندنا باي برنامج لا قدرنا نحقق اربع مداخل رئيسية لتبحث على الجامعة وصل عمية الاسترجاع شون احنا عدنا بالمكتبات عن طريق الفيدباك بالتغذية الراجعة هو راح عن طريق رمز الاول من خلال اعتمادية اللصات الاعتمادية جزغية ما بين المفتاح الأول المفتاح الثان والثاث للرابع بقى الأول هو الفرايماريكي وتحول الثان والثاث والرابع الى فوريانكي انسحبت البيانات فتوفرنا اربع مداخل رئيسية ومهمة بعملية البعث شكرا جزيلا حضرتكم شكرا جزيلا عرض مميز نستحق التصبيق فعلا عرض مميز وايضا معلومات قيمة وممكن ان تغنينا عن اللجوء الى اخصائي الحاسبات والنظم والبرمجة نأمل من الاستاذ علي الحر ان يسهم في اقامة دورات وورش عمل في هذا المجال لتعريف المكتبات وايضا المساهمة الفعلية في معالجة هذه المشكلة الميدانية في جميع المكتبات تطوعا منه لدي معرفة جيدة بالزميل علي الحر هو دائما سباق ومجتهد ومو يعني دائما يحب يعني عند صفة الايثار مع الاصدقاء وايضا عند العمل بدون مقابل فاحيي على هذا البحث القيم شكرا جزيلا الآن مع مسك الختام الزميلة الدكتورة أمال قشور من لبنان العزيزة موضوعها هو الاتجاهات الحديثة للمفهرسين في المكتبات الأكاديمية اللبنانية واقع التكوين والتدريب أحب أن أقدم نبذة مختصرة عن زميلتي الدكتورة العزيزة ضيفتنا الكريمة الوظيفة الحالية هي أستاذة جامعية في الجامعة اللبنانية كلية الإعلام قسم المعلومات والمكتبات ولديها العديد من النشاطات العلمية منها مشاركات في المؤتمرات العربية وأيضا لديها أوراق بحثية نشرت العديد منها نذكر واحدة منها هي مجلة المركز العربي للبحث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات وأيضا لديها مشاركات في المحفل اللبناني الذي يضم متخصصين في علم المعلومات والمكتبات وأيضا لديها مشاركة في العديد من الورش التي تنظمها الجامعة اللبنانية وجمعية المكتبات اللبنانية مؤهلها العلمي هو دكتور في علوم الإعلام والمعلومات من الجامعة اللبنانية تتفضل المشكورة بإلقاء فكرة البحث بشكل مختصر ومقتضب لطلاع البحثين للفضل السلام عليكم شكرا جزيلا عنوان الدراسة هو الاتجاهات الحديثة للمقهر لاقطة لاقطة في المكتبات الأكاديمية اللبنانية واقع التكوين والتدريب ساهمت البيئة الرقمية وتطورات التكنولوجية الحديثة التي عرفتها المكتبات بظهور العديد من التحديات لنحية تنظيم المعلومات وتبادلها في سبيل إتاحتها للمستفيدين إضافة 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 إلى تغير سلوك المستفيدين وتعدد احتياجات المستفيدين والرغبة المتزايدة لديهم في الوصول إلى المعلومات الوصول السريع إلى المعلومات كما يشهد النشاط الببليوغرافي ومجال لتنظيم المعلومات تطورات كبيرة وسريعة ترافقت كل هذه التطورات وكل هذه التغيرات مع ظهور أنواع جديدة من القواعد المساهمة والمساعدة في وصف وإتاحة مصادر المعلومات نتيجة نتيجة هذه التطورات وهذه التحديات أصبح لزاما على المكتبيين العاملين في أقصام الفهرسة الاستفادة من البيئة الرقمية الجديدة والتعامل معها لتطوير المهارات التقليدية بما يتناسب ويتلاءم مع البيئة الجديدة إضافة إلى الحاجة الماسة لتطوير القواعد المتبعة بشكل يمكن من استعاب الأنواع والأدوار الجديدة وطلبات المستفيدين المختلفة وقد أدت كل هذه التطورات إلى تغيرات في الخصائص الوظيفية للمفهرسين تنطلق هذه الدراسة من مشكلة محددة وهي تقييم المسؤوليات الحالية للمفهرسين في المكتبات الجامعية وتحديد الأدوار الجديدة والكفاءات المطلوبة في البيئة الرقمية تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الفهرسة في المكتبات الجامعية اللبنانية في القطاعين العام والخاص ومدى استفادتها من تطورات تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى التطور المتغير للمفهرسين ومدى إلمامهم ودرجة الوعي لديهم بمعايير الفهرسة الجديدة ومتطلبات تطبيقها إضافة إلى الهدف الآخر للدراسة وهو الدور الذي يقوم به قسم المعلومات والمكتبات في الجامعة اللبنانية لناحية تكوين أخصائيين ملمين بقواعد الفهرسة قادرين على التأقلم مع التطورات والتغيرات انطلقت هذه الدراسة من خلال المنهج الوصف التحليل واعتمدت على الاستبيان كأدات لجمع البيانات والمعلومات من المفهرسين عينة الدراسة كما اعتمدت على المقابلة لجمع المعلومات من أثاد كليات الإعلام قسم المعلومات والمكتبات للتعرف على التوصيف توصيف مقررات الفهرسة والتصنيف قسم الاستبيان الذي وزع على المفهرسين إلى قسمين القسم الأول معلومات عامة مرتبطة بالأعداد بالمؤهلات بسنوات الخبرة أما القسم الثاني فمرتبط بالكفاءات والمهارات والأدوار الأساسية للمفهرسين وقد بلغ عدد المفهرسين الذين تجاوبوا مع هذه الدراسة 32 مفهرس موزعين على جامعات خاصة وعامة 14 منهم المتخصصين بالفهرسة فقط من الجامعات الخاصة 18 18 مفهرس من 9 جامعات تابعة للدولة اللبنانية الجامعة اللبنانية الأساسية يقومون بالأعمال المكتبية من ضمن أعمال الفهرسة سوف نستعرض عدد من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في الجزء الأول جميع المفهرسين الذين شملتهم الدراسة هم من الأشخاص المتخصصين بعلم المعلومات والمكتبات وهذا يعكس التوجه العام لدى المكتبات بتوظيف مكتبي متخصصين على عكس ما كان رائجا في السنوات الماضية في لبنان خاصة بالجامعات التابعة للدولة ومعتل سنوات الخبرة عشر سنوات وما فوق وهيدا دليل على الخبرة لدى المكتبيين في أعمال الفهرسة بنسبة لأنواع المصادر المعلومات التي تفهرس فهي مصادر المعلومات المطبوعة بالتأكيد أكثر من النصف يقومون بفهرسة مصادر المعلومات الإلكترونية وأقل من النصف يقومون بفهرسة مواد المستودعات الرقمية وطبعا بعد التدقيق بالإجابات تبين أنه فهرسة مواد المستودعات الرقمية تحصل فقط في الجامعات الخاصة في لبنان بالنسبة لمهام الأساسية للمفهرسين توزعت هيدا المهام بين فهرسة مصادر الفهرس الأصلية لمصادر المعلومات فهرسة مصادر المعلومات الإلكترونية والفهرسة المستنسخة إضافة إلى الضبط الاستنادي واللي أحخذ النسبة الأدنى عند المفهرسين بالنسبة ل إدخال البيانات والتحديث في الفهرسة الآلي فكانت النسبة أقل من النصف ويمكن السبب أن الفهرسة الآلي في الجامعة اللبنانية متوقف كان بالفترة الماضية وهلأ سيصار إلى إعادة التفعيل والعمل بالنسبة للمهارات التي يمتلكها المفهرسين في المكتبات الجامعية في لبنان فتوزعت المهارات بين بنسبة جيدة ومقبولة وكانت المهارات اللي سألناهن عنها هي قواعد الفهرس الإنجلو أمريكية لـ RDA Mark وصف المصادر الإلكترونية Dublin Core استخدام أدوات الفهرس الإلكترونية التحليل الموضوعي والضبط الاستنادي أما بالنسبة إلى الطرق المعتمدة من قبل العاملين في أقصام الفهرسة للتعرف على التطورات في المجال فجاءت النسب متباينة بين المشاركة في ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات ودراسات وأبحاث ومكتبات جامعية طبعا النسبة الأعلى كانت للمشاركة في ورش عمل ودورات تدريبية وحضور مؤتمرات على نفقة الجامعة وجميع هذه الدورات ورش العمل والمؤتمرات خارج لبنان الأبحاث والدراسات نسبة مقبولة والتعاون بين المكتبات الجامعية كان مقبول نسبيا أما اللي كان عنده نسبة كثير متدنية فهو المبادرات الفردية لدى المكتبيين لا يروحوا يشاركوا هن بأنفسهم بدورات للتكوين وأخيراً النتيجة المرتبطة بقسم المعلومات والمكتبات في الجامعة اللبنانية فعنا المنهج الجديد الذي بدأ بتطبيقه في الجامعة اللبنانية من سنتين أدخل أربع مقررات مرتبطة بالفهرس والتصنيف فهرس وصفية تصنيف معلومات فهرس موضوعية وتلخيص متاداتة ببليوغرافية وبناء المكان بهذه المقررات التلميذ عم يتعلم كيفية التحول من AACR2 للRDA متاداتة دابلين كور تحليل موضوعي قواعد الفهرسة الوصفية الخاصة بفهرسة الكتب والدوريات حسب مارك إضافة إلى العديد من الموضوعات المرتبطة بالبيئة الرقمية وأخيراً أهم التوصيات من أهم التوصيات هو ضرورة تقبل المفهرسين لفكرة التكوين الذاتي وهذا اللي شفناه بالنتائج أنه ضعف المبادرات الفردية ضرورة التقبل التكوين الذاتي والتكوين المستمر بكل ما يتعلق بقواعد الفهرسة وبالتقنيات المعلومات إضافة إلى المشاركة الفعالة بورش العمل والدورات التدريبية عن بعد أو بشكل مباشر يعني من خلال الدورات اللي بتقوم فيها جمعية المكتبات اللبنانية والعامل والتوصية الأساسية هو التبادل للخبرات بين مكتبات الجامعة اللبنانية لأنه في عنا مكتبات في لبنان تمتلك خبرات كثير كبيرة مثل الجامعة الأمريكية في بيروت في عنا أشخاص عندهم خبرات كثير كبيرة من المهم يشاركوا هذه الخبرات خاصة مع الجامعة اللبنانية اللي تاب على القطاع العام والتركيز بشكل أكبر في المقررات التطبيقية المرتبطة بالفهرسة بمنهج علم المعلومات والمكتبات وضرورة إعادة توجيهة بما يتناسب مع متطلبات إعداد مفهرسين مؤهلين للتعامل مع مصادر المعلومات المختلفة والبيئة الرقمية شكرا شكرا جزيلا انتزمتي جيدا بالوقت المحدد كان عرض شيق ومهم وأيضا ساهم في توليد أفكار في داخلنا حقيقة إحنا لدينا العديد من الدورات المقامة في الجامعة المستنصرية كافة الباحثين والمتخصصين بكل المجالات يعني نظام التعليم العالي يركز من خلال التقييم الأداء وضمان الجودة على ضرورة مشاركة كافة التدريسيين والموظفين في دورات تدريبية لكن ما يمكن الدكتورة أمل نبهتنا لنقطة جدا مهمة وهي عروج الباحثين إلى الدورات أكثر من الاعتماد على التعليم الذات بسبب أن تقييم الأداء وضمان الجودة يتضمن نقاط ترفع من تقييم الأستاذ في حالة مشاكركة في الدورات التدريبية وورش العمل وهذا لكل عمل لا بد أن يكون سلاح ذو حدين يمكن هذه الفقرة أسهمت في تقليل يعني الاعتماد على ذات في تدريب الباحث أو الموظف أو المتخصص يعني في مجالات ممكن أن نضيف إلى اختصاصة إضافة جيدة ويمكن زحمة العمل وانشغاله في أمور كثيرة بين التدريس وبين المشاركات في ورش العمل وبين أيضا المتطلبات الأخرى لتعزيز وإثراء المادة الثقافية عندها والعلمية أسهمت في تقليل إتاحة الوقت لتعليم الذات من خلال التعليم بالاتصال يعني عن طريق شبكة الإنترنت أو قراءة كتب التدريب وغيرها من المصادر اللي ممكن تعزز قابلياتها وتأهلها ذاتيا فهي مشكلة مشتركة يعني كنا نعاني من هذا الجانب وهو كيفية رفع مستوى التكوين الذاتي شكرا جزيلا لهذا الطرح المقتضب والجيد ونفتح الآن المجال للباحثين لإبداء آراءهم وأيضا المساهمة في طرح أسئلتهم على الباحثين المشكورين الدكتورة نعيمة رزوقي ممكن أسجل الأسماع حتى نبدين الطين مساهمة دكتورة نعيمة رزوقي ممكن أسجل المشكورين دكتورة نعيمة رزوقي دكتورة نعيمة رزوقي دكتورة نعيمة رزوقي دكتورة نعيمة رزوقي نرحب بها أجمل تحرحي بأستاذتنا الجليلة والكريمة ونورتي بغداد وكربلاء سعيدين جداً بوجودك شكراً لكي شكراً لرئيسك الجلسة وشكراً للجميع وأستميح للباحثين عذراً أرجو أن لا تكون ملاحظاتي قاسية بقدر ما هي ملاحظات علمية أنا فخورة بطالبتي أن تكون على المنصة وتطرح ورقتها البحثية ملاحظة الأولى للدكتورة هدى دكتورة هدى لو دخلت إلى جوجل لأن كنا نعرف جوجل وعملت سيرت وإجاني مصدر ونقرت على المصدر وما طلع لي نص عندي إذن أترك المصدر في حالة العدم لأنه ما أنتفع من عنده ولو رحت إلى محرك آخر اسمه دك دك جو وأطلب من عنده نفس البحث رح يعطيني لي قدام تعريف بالموضوع وينطيني مو أكثر من أربعين خمسين مصدر والمصدر يأخذني إلى كذا مصدر وينطيني نص أيهما أفضل لي أن أذهب إلى مصادر لن أنتفع بها أو إلى مصادر أنتفع منها فمفهوم الفهرس الموحد كان هذا في نهاية الثمانينات بادرة رائعة جدا لفائدتها إلى الجهتين أولا لقضايا فنية قضايا توحيد الفهرسة والتصنيف ثم قضايا أخرى لتبادل الإعارة والمستفيد لكي يعرف أين مكان الكتاب ولكن الآن الفهرس الموحد للكتب الأجنبية كلها موجودة في قواعد بيانات فالجهود الكبيرة التي تبدل في كل الكتب كفهرس موحدة أنا أراها أنه جهود تكرار تسمحي لي لا جدولها ولكن لو قلت أن أحتاج فهرس موحد مثلا للمخطوطات والكتب النادرة وأسعى لربطها بمحتوى عندئذ ستكون هناك فائدة كبيرة للعالم والأجيال والمستقبل فهذا الذي نتأمله وشكرا السؤال الثاني إلى الدكتور علي الدكتور علي أنا حقيقة مثل ما يقولون أنه استمتعت فيما أردته ووجدت في العنوان مفهوم البيانات الضخمة ولكن ما تطرقت له هو القاب ما بين الاختصاص والمحلل والمبرمج وهذه القاب أو هذه الفجوة ركزت فيها على قضيتين القضية هي العلاقة بين حجم العقل وبالحقل وبين الـ Data Value فإحنا نستثمر الحقل بكاملة 250 بايت ولكن هو لا يحتاج أكثر من خمسين أو ستين فبالتالي إحنا لدينا بيانات قليلة ولكن استثمرنا لها مساحة كبيرة فليست لدينا بيانات ضخمة المحور الثاني اللي تحدثت عنه هي قضية الـ Redundancy وخصوصاً في الـ Relational Database والـ Redundancy هي بسبب اللينك أنه إحنا نكرر أكثر من شيء في حين إحنا ما نحتاج التكرار ولو ربطنا علاقات جيدة ما احتجنا للتكرار في كل الحالتين وكل المشكلتين في قواعد البيانات ليست لهما علاقة لا من قريب ولا من بعيد في البيانات الضخمة لأن البيانات الضخمة إحنا كمستفيدين حتى نفهمها بشكل صحيح اليوم تجين رسالة بالـ WhatsApp أدزها لها مجموعة 100 وواحد من المية يدزها لها 50 وواحد من الخمسين يدزها لـ 30 ومن بين الـ 30 أنا فلما تجين مرة تانية بالتكرار أقول للرسالة اللي دزيتها رجعت لي وأمتعض لحد ما أو لا أكترث لها أو عن طريق المدونات وغيرها فالبيانات الضخمة هي التي تولدها الأجهزة والتي يصبح فيها المستفيد هو الناشر وليس فأنا أرى يعني لو سمحت بأن موضوعك هو ليس له علاقة بالبيانات الضخمة إنما موضوعك بالمساحة الضخمة التي تستثمر لبيانات قليلة وشكرا مع الاعتذار شكرا جزيلا شكرا جزيلا نفتح المجال للدكتورة هدت شكرا لدكتورة نعيما رزوقي هي أستاذتي ونات المدو على يدها كانت رئيسة قسم وصراحة أن كنت طالبة في البكالوريوس غادرت العراق ونا لا زلت طالبة في العراق أقضي بكالوريوس كملت الماجستير وكملت الدكتورة وضاع طويل سنين طويلة بصراحة اليوم يعني البارحة واليوم شفتها فرحتي كبيرة كانت بالنسبة للملاحظة الملاحظة ملاحظة قيمة بس ردي على قل نقولي الإجابة ليس كل ما موجود في القوغل موجود في المكتبات لذلك المكتباتنا تسخر بالكثير من الكتب والأدبيات والرسائل الجامعية وهذه الرسائل الجامعية متوفرة في ستراكس أو في تجيلة وصفية لكن ما موجودة كتكست ضمن القوغل وبصراحة تعرفون المكتب الافتراضي العراقي وخاصة المكتب الافتراضي العراقي واشتراك الكثير من دور الكتب والمؤسسات والمراكز العلمية ما تغني عن ما موجود في المكتبات وتعرفون المكتباتنا تعتبر أرث كبير بها من الكتب بصراحة بالنسبة للمخطوطاتنا توجد حكم عملي كنت بالأوان العامة للمكتب المركزية وجود الكثير من المخطوطات بس ما حبينا نوفرها كتكست ضمن القوغل وإنما موجودة بالمكتبة فقط نطي تجيلة موجودة يعني شار إلى وجودها بالمكتبة طالبنا يراجع المكتبة أو واحدنا يراجع المكتبة للحصول على التكست الكامل لهذه المخطوطات شكراً دكتورة شكراً جزيلاً دكتورة أرتواني أكون مقنع لإجابة ما أدري دكتورتي دكتور نجيب الشوربو جيت فضل شكراً جزيلاً شكراً لكم والفهارس وحتى الأشياء التي لها قيمة علمية صحيحة ليست موجودة على جوجل بس أحب إضافة ولكن باشتراك وبالدفع هذا النقطة دكتورة هدى ما يتعلق بالفهارس الموحدة هل إلها قيمة وإلها قيمة هذا موضوع آخر ولكن اللي أنا برجو أنه كل واحد عنده مكتبة وكل واحد عنده نظام مكتبي مبني على الحصول فقط يستعمل المواصفات والمقاييس والمعايير ومن ثم الدخول في فهرس مواحد تصبح العملية عملية فقط ربط لا أكثر ولا أقل لا بتستخدم ولا بتستخدم إعادة فهرس ولا إلى آخرين فأنا بس بقول أحد التوصيات اللي حاب أنه تطلع عن المؤتمر أنه على كافة المكتبات أن تلتزم بالمواصفات والمعايير والمقاييس الدولية أو العربية الموجودة حتى تكون والوطنية حتى تسهل عملية الرب اللغة العربية من المقرف أننا نرى العاملين في القطاع الصحي والمكتبات الطبية والمترجمين والمتحدثين باللغة العربية في المجال الصحي بروحوا للإنجليزي مباشرة وليهذا السبب في وقت من الأوقات لما كنت في منظمة الصح العالمية كنا بنحاول نعمل الميديكال صبجكت هيدنجز الميش وكنا بنحاول نعمل يونيفايد ميديكال ديكشنري وكنا بنحاول نعمل ترجمة اللي هي الانترنشن الكلاسفكيشن بديزيز بحيث أنه المؤلف يستعمل القموس وأمين المكتب يستعمل الميش والبشتغل في الميديكال ريكورد يستعمل الإي سي دي تن ولكن اللي أنا شفته على مدى كل هذه السنوات أنه نحنا بننحا منحه منحا أنه نستعمل اللغة الإنجليزية في المكتبات وفيها بغض النظر عن وجود اليوم ألاس فأنا رأيي أنه نغذي اليوم أس ولكن نغذي استخدام اللغة العربية في هذه المؤسسات أي سلام أنا طبقت اللغة الإنجليزية وإنما تنظر اللغة الإنجليزية لأسفل وطبقتهم في مثلات برنامج الدبلوم الحالي حضرتك طبقتهم من خلال البرنامج اللي تذكر حضرتك هو مرنامج الدبلوم العالي وحقيقة ملقيت تجاول حتى من الطلبة وأنا أيضا ظللت في حيرة مع اللغة العربية كيف عامل معها مع اللغة الطبيعة وهي النتاج الفكر كله باللغة الإنجليزية فبالتالي من نتجيني قاعمة رؤوس موضوعات مش باللغة العربية يعني حقيقة شفتها من الصعب أن الطالب يتحامل معها ولا الطبيب يتحامل معها فبالتالي هي كارت جهد طيب ولكنها تطبيقه ضعيف معلش هذا النقاش بقودنا إلى نقاش آخر لماذا اللغة العبرية تستعمل في التعليم الطبي في ما يسمى دولة إسرائيل باللغة العبرية لماذا في بلغاريا موجودة لماذا في سوريا في العراق كانوا بدرسوا على الأقل جزئيا باللغة العربية لماذا الإبتعاد عن اللغة العربية والإتصاق واللغة الإنجليزية على الأقل فيما يتعلم في تنظيم المعرفة صحيح التي تفضلت فيه صحيح ولكنه الآن واقع التدريس اللي موجود عندنا هو واقع مره خلط هذا هو المشكل فإذن قمت بواجبكم مشكورين وعلى فكرة أنا حقيقة هذا الترجمة اللي في اللغة العربية لن أجدها في اليوم الأم أس ما موجودة موجودة كل الترجمات المش مع هذا اللغة العربية مع الألم أنتم عاملين هذا عاملينه من سنة 1998 وسبب والسبب الرئيسي أنه هو اليوم الأس على فكرة يطلب أنه كل البيانات الموجودة تقدم بالأكس أم أل وفي هذاك الوقت ما كانش الأكس أم أل بقبل اللغة العربية وبعدين تركنا بس خلينا ولو المكتبيين يفهموا قيمة الترميز المستخدم في الثيسورس مثلا الثيسورس عندي أنا مصطلح واحد أو مفهوم واحد وإنه رمز واحد فلو كان عندي عشر ملايين تسجيلة فأنا فقط بحط الرمز الواحد لهذا وبربطه بالمكنز لو كانت كلمة فرعية أو فرعية نفس الشيء المؤلف ففي الرؤوس الموضوعات الناس بتحط رأس الموضوع أول مرة وثاني مرة وعاشر مرة وألف مرة وبتطلع غلط في غلط في غلط في غلط وبيزيد مساحة التحزين فيها لو بستعمل فقط كلمة واحدة ورقص واحد اللي هو في قاعد بيانة المكنز وبربطها في القاعدة الببليوغرافية وبربطها بقاعدة المؤلفين مثلا أو قاعدة المدن أو إلى آخرين ويكون بيوفر ملايين من البايتس في داخل القاعدة تعليق بس بسيط جدا على ما يتعلق بالتعليم كنا بنقول قبل ثواني قبل دقائق يعني نظام الترقي في بريطانيا بيختلف عنه في أمريكا في بريطانيا لازم يعني أنت بكون عندك ماجستير أو بكون عندك دكتوراء أو إلى آخرين ممكن توصل إلى في أمريكا والأردن للأسف أنه أنت لازم بكون عندك دكتوراء ودول الخليج إلى خير فتعلم الذاتي هو الأساس والبحث هو الأساس مجل الأساس هو الحصول على الدكتوراء ولا الحصول على البوست دكتوراء لأنه هي أي وحدة فيهم عبارة عن طريق للبحث لا أكثر ولا أقل فالتعلم الذاتي مهم جدا وأرجو من كافة المكتبيين أنهم يتجهوا إلى التعلم الذاتي وليس الاعتماد على أنه أنا مستني دورة حتى تيجيني أو مستني حتى يرشدني بس شكرا شكرا جزيلا لدينا أربع باحثين باحثين يحبوني طرحون أسئلة أتمنى منهم الاقتصار الشديد يعني أي دكتورة تسهارة دعا سبحين اسم جاوبة دكتورة نعيم على التصوات طبعا بالمناسبة دكتورة نعيم هذه فرصة كلش حلوة وأعتز بيها بأنه يصير بيوم من أيام حوار بين وحبين حضرتك بالنسبة للموضوع البيانات الضخمة أساسا هو محور من محاور المؤتمر مالتنا ليوم هو البيانات الضخمة على أساس كيفية تعامل المكتبات مع هذه البيانات الضخمة ما يربط ما بين البيانات الضخمة وما بين المكتبات هي عملية تنظيم الأوعية المعلومات اللي موجودة اللي شون نحافظ عليها نفهرسها ونقدر نسترجع المعلومات ونسترجع المعلومات ونسترجع المعلومات ونسترجع المعلومات حاليا توقعت رح ينطلح في التساؤل بس ما نطلح بس أسنا رح أطلح واحد يقول زين حاليا نستخدم آي كلاود كنا عندنا آي كلاود حتى بالنسبة للحسابات الموجودة ضمن النظام الموجودة في أبل موجودة واسا يقول لك تصاعد على غير مماتك صاعد ما عد مشكلة وياك بس تجي هنا شغلة صاعدت آني وحتى نحجز موقع نصمم موقع يجيك بشركة يقول لك صمم الموقع أساسا منها إذا حجز الدومانش يقول لي يقول لك بالنسبة للخزن بس المعالج شغلت واحد وتبدأ منها عملية ارتفاع الأسعار زيان احنا مكتبات ميزانياتنا محدودة ها كنا نعترف يوم ودعا تكرار بالكلام وانت حضرت ذكرتنا مسألة الواتساب اذا كانت رسائل الواتساب مو مهمة مثل هاي دائما تجينا كل يوم جمعة جمعة مبارك هاي المكتبة ما تهتم بهيج تفاصيل دقيقة أو هذا الدعاء مشي هذا الدعاء لفه على خمسين أو ستين واحد هاي المكتب ما تهتم بهيج تفاصيل يعني مثل ما نقول غير علمية بس اذا هاي رسائل ما الواتساب اهتمين بها وردنا ندرجها ضمن قواعد البيانات اللي موجودة عندنا اذا يتحتم علينا المسؤولية المهنية بان نفهرس ونصنف اذا فهرس وصنف واحد بالنسبة لي فدائما اجتك رسالة من واحد فيكون عند الهايبر لينك عند الضغط على اي هايبر لينك يحول للمن الى الرمز واحد واعتقد وصل بالموضوع شكرا جزيلا على التوضيح الدكتور عبداللطيف اردو انتقدر الوقت السلام عليكم عفو بس مداخل الساد علي قال محس اني اتش نحضر لك سو بس اقول يعني ما اكو كلام يقال بعد دكتور نعيمة لكن انا كنت اقرب بالبحث واعتقد واخذ كمثال نموذج وعند بعد شكت البحث عن مواد اخرى بس يعني اخذ علي مأخذ انه لو قال النسبة المئوية للاختصار بالبيانات كان تنطي نموذج اقوى يعني مثل ما تفضلت انت كذا ميجا بايت قد تكون بسيطة لكن انت بعملك اكثر من 50% من البيانات تم اختصار وهذه نسبة كبيرة فهذه تنطي قيمة للبحث بنسبة الدكتور هدى انا اطيل لان الموضوع اقرب الى من البقية مسألة الفهرس الموحدة احنا اكو متعفين جمعيتين فاعلة حاليا بالمكتبات وحدة اللي هي خصائي المعلومات وانت وجهة نظرها انه ندخل ضمن الفهرس العربي الموحد بما موجود من بيانات يعني كل مكتبة جاهزة للدخول تستطيع الدخول ونتوحد ضمن الفهرس العربي الموحد جمعية تكنولوجيا معلومات كانت ادنى نظرة ثانية انه ندني فهرس عرقي موحد وندخل ك يعني كتلة واحدة والصراحة مع الرأيين يعني الاثنين صحيحة لان وحدة لازم ننتظر نجمع كل البيانات والثانية تقول لا خلي جاهز يدخل بالفهرس فهاي الفكرة احنا ان شاء الله بتتفقين جمعيتين نعم من للاخر احدهما مكبن للاخر ان شاء الله نتمن هذا الشيء بس انا لمست في مجال العفو من قلت لك كنت امين عام من دخلت الامين العام شفت اكو عدة كتب تؤكد على هذا المشروع وتؤكد على هذا المشروع وكنت تتمنى المشروع يعني يصير مشروع واحد ويصير تطور لهذا المشروع وتبدي من مكتبات قدد كليات وتصعد المكتبات الجامعية بها بالاضافة الى مشاركة العتبات والمشاركة المكتبات المتخصصة والاضافة الى مشاركة فعالة بالمكتبة الوطنية يعني قد يكون جهة مسؤولة بالتعاون دائرة البحث والتطوير بالتعاون مع الجمعيات بالتعاون مع المكتبة الوطنية تدعم هذا الجانب ويصير فهرس عراقي موحد ويدخل بوابة ضمن الفهرس العربي وضمن الفهرس العربي شكرا شكرا اذا ممكن ثلاثة 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 جمعيات قصدي انه جمعيتين لها علاقة بالموضوع اللي دخلت وحده عن طريق الفهرس العراقي والثاني دخلت عن طريق الفهرس العربي هذا قصدي يعني اتفقنا على ان لا نتفق المشروعين اسمحوا لي المشروعين تبنوا الفهرس العراقي الموحد اي الفهرسين سيتم اعتماده هل هناك ربط بين الفهرسين هل سيكون امتداد للفهرس العراقي الذي اطلقته العتبة العباسية العتبة الحسينية المقدسة ام هو فهرس اخر جديد بعيدا عن الفهرس هذا فيا حب ذا لو نعرف هذا الشي هاي وحده توحيد الجهود على لسان طبعا قبل اسبوع تقريبا حضرنا لندوة ولو انا اصف سأخذ الفلانية وعلى لسان صاحب الفهرس العربي الموحد الذي اشار الى هذه النقطة الجوهرية المهمة جدا وهي تقليل جهد المفهرس في فهرسة مصدر تم فهرسته يعني الملغاية انه ارفع حتى الباحثين يعترون لان انا اعتقد المكتبة المركزية جامعة وغداد وضعت خدمة للباحثين الاتصال بامين المكتبة واني استخدمتها ايام الدكتورة استخدمتها بايام الدكتورة كانت عليها مسؤولة ست عايدة من احتاج مصدر اتصل بها 24 ساعة اكتب لها هل المصدر هذا موجود عندكم تسهل الاستاذة عايدة وتكتب لي فاذا جوهر العمل هو تقليل الجهد وعلى لسان الدكتور المسند عندما طرح هذا السؤال قال هو الفكرة انه انا اخذ المعلومات الموجودة الببليوغرافية للكتاب ابحث عنه اليوم انا جاني كتاب المؤتمر الدول المتخصص بدل ما افهرسه وابدل جهد في البحث عن رقم التصنيف والمعلومات الببليوغرافية الموجودة به ادخل الى الفهرس العراقي او العربي ابحث عن هذا الكتاب اذا كان مفهرس اخذ ووفر جهدي وجهدي المكتبة وانزل في قاعدة البيانات وشكرا جزيلا افو دكتورة اذا ممكن اعقب بكلمتين في توحيد الجهود طبعا الجهتين معتمدة معايير ومواصفات عالمية وبالاضافة الى الجهتين معتمدة نظام كوها شنو الضير التوحيد بهذا الجهود ماكو ظير لذا اثنيناتهم نستخدمين نظام كوها اثنيناتهم في تطبيق المعايير اللي خلنا نقول العالمية في المواصفة التجيلة الموجودة شكرا الدكتور غالب اذا امكن بالسرعة الممكنة البحث كان نحو انتولوجيا اللغة المكتوبة ام شمل اللغة المنطوقة لاسترجاع متا ديتا اللغات المنطوقة اقصد يعني الفيديوهات وغيرها من المسموعة او الكتب الناطقة وغيرها هذه الانتولوجيات اشتركت فيها البحث ام لا تشترك شكرا جزيلا عفوا دكتور غالب موضوع التكنولوجيات المنطوقة ممكن يكون لها تكنولوجيات اخرى انا اتحدثت عن مفهوم التكنولوجيا الان هي مفهوم كمفهوم هي مجموعة كيانات تدخل في اطار موضوعي موضوع شكلي وطني تعمل على التكتل مع بعضها مع بناء علاقات بينية وبالتالي في عملية البحث والاسترجاء رح يمكن ان نسترجع المعلومة من خلال المفهوم المادة المنطوقة هي مادة علمية وممكن ايضا ان يكون لها دور في عمليات التحليل الموضوعي فبالتالي انا لا اعتقد انه كلمة يعني ورقتي اشارت الى تكنولوجي المنطوقة الان اتحدث عن تخصص موضوع طبي اكدت على الموضوع التخصص الطبي فما تذكر بيارات شكرا الدكتورة اكرام محمود فضل شكرا جزيلا سؤالي صباح موضوع البحث حضرتك مسار اهتمام بمجال عملي وكوني اعمل بالمكتبات الطبية بتعرف حضرتك المكتبات الطبية او تتيح المكند اللي هو المش في نظمة قاعدة بيانات الباب ميد هذه لان احنا نستخدمها بالفهرسة بصياغة ستراتيجية البحث وفي كثير من العمليات الفنية للباحثين او المبارسين بالنسبة للغة التي تحدثت عنها يعني بها كثير من التشابه لوظائف التي تقدمها المش كمهنة معروف يعني وجه الاختلاف بالاستخدام بالنسبة للباحثين او بالنسبة للإثنية شكرا جزيلا شكرا دكتور الكرام المش هو احد مكونات UMLS احد مكونات يعني في اكثر من 250 مصدر معرفة اللي هو knowledge sources من بينها المش بكل لغات اللي تحدثت عنها فبالتالي انه هذا رح يعطيك فرصة اخرى في عمليات التحليل الموضوعي عندما تحتاجين المش يحددك في مجال تحليل المصادر لكن اذا كنت مثلا تردين في مجال الأدوية يعني عندك على سبيل المثال ميديكال ميديكال بلس سامحة فيها دائرة معارف الميديكال بلس هذه داخلة فبالتالي يمكن ان يطيك تعريفات عن بعض التخصصات الطبية في الاناتومي وبعضين يطيك يدخل مع الديركتري اللي هو في الميديكال يمكن يعطيك عنوين أسماء طباء اختصاص في موضوع تخصص فانتي هذه الدائرة أوسع والميش هو أحد عناصرها هو يعمل في التركيبة في الهيكلية تقريبا أنا ضربت الميش كمثال يعمل في التركيبة تقريبا مقاربة لتركيبة الميش اللي هي فئات مكنز زائد فئات زائد علاقات زائد البرنامج محرك واضح كيف فلذلك أنت بإمكانك أن تستخدم أي جزئية من الـ بإمكانك لأن هناك فهالس عالمية كثيرة ومعاجم طبية كثيرة على مستوى العالم داخل في هذا البرنامج وبمختلف لغاتها وبإمكانك أن تستخدم الميش الحالة فإحنا الآن أغلب المكتبات الطبية تمدين على الميش لأن الميش هو داخل في البوبمين وداخل في الميدلاين في عملية طباء ومتخصصين في مجال العلوم الطبية للأسف يروح على البوبميد أو يروح على وكتب مباشرة في نافذة السيرتش ويبدأ يشتغل السيرتش هذه طريقة خطأ ليش لأن هذا سيشتت بحثك لن تجيب لك معلومات بشكل دقيق أفضل شيء هما عامل لك الميش ضمن مكونة قاعدة البيانات فإنت سأدخل في عملية البحث من خلال الميش أخذ المصطلح من الميش وابدع بعملية البحث والإسترجاء هنا رح تجيك بيانات أكثر دقة وتقدر تتحكم في عمليات تحديد المطلوب اللي أنت تريده بالنص الكامل تريده بأي اتجاه هذا الناتج اللي حصلت عليه فأشكر على سؤالك واستفسارك ممنو شكرا جزيلا على حسن الاستماع وشكر موصول لزملاء الباحثين لما قدموه من عروض طيبة أثرت معلوماتنا ختام الجلسات كان هذا مسكها شكرا جزيلا لحضوركم ونسأل الله أن يجمعنا على الخير والبركة والمحبة وعلى معلومات جديدة ومجالات جديدة أخرى نتري فيها اختصاصنا وأيضا نرتقي بعملنا في مؤسساتنا إن شاء الله على الخير والبركة نلتقي في لقاءات وملتقيات ومؤتمرات أخرى جزاكم الله خير الجزاء نعم فضل دكتور جاسم عميد نعم إن شاء الله ورشة عمل ها آخر جلسة بحثية جلسة بحثية أين من أجل الحديث من أجل الحديث أي إن شاء الله في الجرس شكرا جزيلا بكتور أنت إنما بقرة نعم يعني فالد وقائم وممتاز مية في المية إنه عدد هائل جدا من المكونات المعلومات على الإنترنت وجوجل ليست صحيح وليست سليمة وليست منظم بشكل جيد وأعطيكم مثال فقط بسيط جدا صاحب جوجل الهندي بعد موفد من مؤسس جوجل إلى منظمة الصحة العالمية وأنا كنت بشتغل في جينيف ترجانة ودفع فلوس قال أعطوني الحق أنه أنا أستعمل رؤوس الموضوعات وأستعمل الانترنيشن الكلسي فيكيشن أوف ديزيز علشان أعيد تنظيم المعارف الطبية على الإنترنت بحيث بحيث أن يصير البحث بالطريقة التي تفضل فيها الدكتور بدل ما هي بالطريقة اللي إحنا موجودين فيها وكان وضرب أمثلة أنه إذا الإنسان بقول بالإنجليزي أو بقول كانسر فبيطلع له إما الأنكولوجي أو كانسر وهو محتاج إلى ضبط لهذه المفردات حتى يأخذ واحد فيهم ولهذا السبب كوجل عبارة عن مكتبة غير منظمة غير منظمة يجب تنظيمها باستخدام المكنز باستخدام رؤوس الموضوعات باستخدام تيسورس باستخدام اليوم والآن تتفضل الأستاذ الدكتور فريدة جاسم دارة عميدة كلية الأداء في الجامعة المستنصرية لتسليم شهادات المشاركة للسادة الباحثين فلتتفضل مشكورة أستاذ مساعد دكتور أزهار زاير جاسم مديرة شعبة الشؤون العلمية في عمادة كلية الآداب وتدريسية في قسم المعلومات والمكتبات في كلية الآداب الجامعة المستنصرية أستاذ دكتور صباح محمد كلو جامعة السلطان قابوس أستاذ دكتور هدى عباس قنبر من جامعة بغداد مساعد مدرس نهاية محمد عبد علي من الجامعة التكنولوجية مدرس علي الحر لازم من الجامعة المستنصرية كلية التربية الأساسية دكتور أمل قشور من الجامعة اللبنانية كلية الإعلام مساعد مدرس بشرة خالد محمد من الجامعة العراقية المكتبة المركزية ترجمة نانسي قنقر والآن ورشة عمل تقدمها الأستاذ دلال رحمة من الجامعة الأمريكية في بيروت بعنوان إدارة البيانات العلمية الضخمة فلتتفضل مشكورة اليوم رح نحكي شوي عن إدارة البيانات البحثية ورح نحكي عن دورنا نحنا كأخصائية معلومات بمساعدة الباحثين بإدارة هذه المعلومات البحثية رح نحكي كمان عن أهمية المعلومات البحثية وأهمية إدارتها بشكل صحيح كرمال نقدر نشاركها مع جامعة الأمريكية لا أعرف كم واحد فيكم زاير لبنان أو زاير الجامعة الأمريكية حدا منكم زاير الجامعة الأمريكية لبنان كامبس الجامعة الأمريكية هو كامبس كثير حلو كما ترون بالصورة هو دغري على البحر والجامعة الأمريكية هي جامعة كثير قديمة هي بلشت بـ 1266 وعنا هلأ حاليا 8000 وشي طالب 800 أستاذ بعلموا فيها وعنا سبع كليات ليش عمبلكم هيدا الشي لأنه لأنه عنا هلأدى كليات بالجامعة عنا بيانات بحثية مختلفة جدا من طبيعة مختلفة جدا ورح نشوف هلأ كيف رح نشوف مع بعض شوي كيف ممكن نحنا كمكتبيين نقدر نساعد الباحث بتنظيم هيدا البيانات البحثية أولا بس قبل ما نبلش لما نكون عم نحكي عن بيانات بحثية لما نكون عم نحكي عن بيانات بحثية نحنا عم نحكي عن مجموعة مشاهدات وملاحظات أرقام وعراء متعلقة بظاهرة أو مشكلة معينة مش عم نحكي عن معلومة محللة ومقدمة الباحث بيحللها وبيقدمها عم نحكي عن هذه المعلومات اللي منجمعها لتتحلل ونطلع بنتيج منه نحكي عن بيانات بحثية ممكن كون بيدي اف وإلى آخره وإلى آخره والصور كذلك الأمر فعنا نعم نشتغل بشي ضخم كثير أنواع مختلفة وتركيبات مختلفة إدارة البيانات البحثية أمر كثير مهم لعدة أسباب ما بعرف إذا حدا منكم بس إذا بتريدوا فيه ضجة كثير بالقاعة ما بقدر إسمع حالة أسات زي اوكي اي اي من هون اوكي فما بعرف كم حدا منكم خلينا نكون هيك في مشاركة من الأول بدل ما تصير في أسئلة من الآخر من منكم بيعرف شو أهمية إدارة البيانات البحثية ناش هي مهمة أنه نحنا نطلع بالبيانات البحثية قبل ما يبلش البحث نفكر كيف نحنا بدنا ننظمة ونزيرها بشكل منامي نسب حدا عنده فكرة نعم صح هي مادة خام هي ضرورية نعم بسمع بسمعك ضرورية صح هي ضرورية لأيكمة البحث وبعدين بس أنا لشو بعوزة ليش أنا لازم نظمة وعالجة وأحفظها لنطلع معلومات صح وطلع أنا معلومات وخلص فينا الكباب جارول مثلا صح إعادة استعمالها أو يصار لها أو يعمل فيها صح صح أنت المعنية أو أي شيء صح والذي حاصل في العالم العربي للأسف خاصة اللي بعمل استبيانات بروح في الليل بقعد له أربع خمس ساعات بعب سبعين استبيان بعطيهم لا إحصاي بقول له حل لهم بعدين بعمل مساجنج للداتا بحيث أنه تعمل اللي هو فدياء ولو عنده الحرص ولو عنده الثقة بنفسه بحطها في ريبوزيتري خلي غير يشوفها فوحدة شكرا دكتور شربجي فوحدة من أسباب أهمية معالجة هذه البيانات هي الشفافية مثل ما كان عم بقول دكتور شربجي يعني أنا إذا عملت بحث ورقة بحثية وثلاث بنتائج اليوم إذا حدا بده يجي من وراي ويشوف إذا هذا البحث مظبوط أو لا كيف بيقدر يشوف إذا ما عنده البيانات اللي أنا اشتغلت عليها فإدارة البيانات ومشاركتها مع الآخرين بتسمح للباحثين الآخرين أنه أول شيء تشجع على الإبداع وإعادة استعمال البيانات لما أنا بكون جمع بيانات وصار في عليها مصاري وصار في عليها وقت بده ريسورسس بده بده موارد بشرية بده موارد مادية وبده وقت فلما أنا بكون صار في مصاري تجمع بيانات معينة لنقول كيفية المياه وتسبب المياه صح جودة المياه أنا كل شي في أنهار بالعراق وبيجي باحثتين بده هذه البيانات ليش ترجع هو يروح ويفحص الماء على مدة سنة مثل ما أنا عملت و أنا عنديهم و خبيتهم بالجرور فتشجع على الإبداع وإعادة استعمال هذه البيانات يعني أنا عندي بيانات ممكن حداً تاني من نفس الاختصاص أو من اختصاص تاني يرجع يستعمل هذه البيانات تعزز شفافية البحث العلمي مثل ما كان عم بيحكي دكتور شيرباجي كيف أنا بقدر كيف يمكن أن أتأكد أن هذه المعلومات التي نشرت صحيحة بعد البيانات التي تحللت تشجع على تحسين طرق البحث العلمي يعني أنا كباحث لما بعرف أنه بنهاية البحث تبعي أنا مش رح انشر بس الورقة البحثية تبعي ولكن رح انشر أيضاً البيانات اللي أنا اشتغلت عليها هيدا الشيء بيخليني جمع البيانات بطريقة بطريقة مناسبة ما فيها بايس يعني بطريقة شاملة و بدون تحيز ولما بكون عبحللها بنتبهي أنا عبحللها بطريقة مضبوطة وبطريقة دقيقة منشان البحث اللي بدو يجي من بعد ويستعمل هيدا البيانات أو يتأكد إنه بحث مضبوط يكون كل شيء منيح فهذا الشيء بيشجعني إنه أنا حسن طرق البحث طبعي لأنه رح تكون مكشوفة وشفافة للآخرين تساعد على خفض تكلفة إعادة جمع البيانات الموجودة أصلاً هيدا الشيء يتحدث ترفع نسبة تأثير البحث ونشره يعني الامباكت طبعي أنا كريسورتش عم بيعلى نشر البيانات البحثية مثله مثل نشر أي ورقة بحثية فالعالم يلي عم تستعمل البحث طبعي عم تنشر البحث طبعي كمان بطريقة ما لما عم تعمل لي رفرنسين وصايتين تروج للبحث الذي أنشأته ونشأت منه هذه البيانات فهيدا ليش مهمة إنه نبلش نفكر كيف نساعد الباحثين بإدارة البيانات البحثية تبعا تعطي سمعة ورصيد للباحث مثلها مثل أي ورقة بحثية عنده فيديو صغير ثلاث أو أربعة دقائق باللغة الإنجليزية حدا عنده مشكلة حدا عنده مشكلة مع فيديو باللغة الإنجليزية يلي فيكن ترفع عائدكن يلي عنده مشكلة مع اللغة الإنجليزية لا فينا نحضره هو حوار يدور بين شخصين باحثين وراح نشوف من خلاله شو هي المشكلة وهي المشكلة اللي راح نشوفها بالفيديو ونشوفها بكل المؤسسسات بالعالم مش بس بعلمنا العربي ولكن بالدول الأوروبية والأمريكية كمان منشوف هيدا المشكلة بين الباحثين pancreatic cancer do you have the data? everything you need to know is in the article No. what I need is the data Will you share your data? I am not sure it will be possible But your work is in PubMed Central and was funded by NIH That is true and it was published in science which requires you to share your data I did publish in science then I am requesting your data Can I have a copy of your data? I am not sure where my data is. But surely you saved your data. I did. I saved it on a USB drive. Where is the USB drive? It is in a box. It is in a box at home. I just moved. But can I use your data? There are many boxes. So many boxes. I forgot to label the boxes. Hello again. Thank you for sending me a copy of your data on a USB drive. I received the envelope yesterday. You are welcome. But I will need that back when you are finished. That is my only copy. I did have a question. What is your question? You might find the answer in my article. No. I received the data. But when I opened it up, it was in hexadecimal. Yes, that is right. I cannot read hexadecimal. You asked for my data and I gave it to you. I have done what you asked. But is there a way to read the hexadecimal? You will need the program that created the hexadecimal file. Yes, I will. What is the name of the program? Cytosynth. I do not know this program. It was a very good program. The company that made the program went bankrupt in 2007. Do you have a copy of the program? I do not use this program anymore because the company that made it went bankrupt. Maybe you can buy a copy on eBay. I have good news. You again. I talked to my colleague. She knew a person with a copy of the software. Then why do you need me? Everything you need to know about the data is in the article. I opened the data and I could not understand it. If you have the program you will find it is clear. Well. I noticed that you called your data fields SAM. Is that an abbreviation? Yes. It is an abbreviation of my co-author's name. His name is Samuel Lee. We called him SAM. I see. And what is the content of the field called SAM1? Ah yes. SAM1 is the level of CXCR4 expression. And what is the content of the field called SAM2? That is logical if you think about it. What is the content of the field called SAM2? I don't remember. What about SAM3? Is there a guide to the data anywhere? Yes. Of course. It is the article that is published in Science. The article does not tell me what the field names mean. Is there any record of what these field names mean? Yes. My co-author knows what the content of SAM2 is and SAM3. And SAM4. Can I talk to your co-author? I'm not sure. I would very much like to talk to your co-author. Well, he was a graduate student. He went back to China two years ago. Can I have his contact information? He is in China. His name is Sam Lee. I think I cannot use your data. You could check the article to see if what you need is there. Please stop talking now. Library of Congress. Library of Congress. Come on. I already I did I've... ... ... بيت تاني وبعدين حتى الملفات فيها تشتت في الديتا كمان الحصول على الديتا كان صعب كتير نتيجة هذا التشتت وعدم تنظيم الديتا او البيانات والرجوع اليها كان محل صعوبة يعني شكرا مش فقط تشتت بالبيانات اللي هو كان واضح جدا بلبسنا في البداية عدم تعاون من الباحث يعني وكأنه لا يريد أن يشارك كل شي موجود بالورقة البحثية شو ما تقل له تقل له بدل بيانات تبع الورقة البحثية بدأ استعملهم ببحث ثاني يضع حجة ما كل شوية يضع حجة يقل له كل شي موجود بورقة البحث تبعي ما بتعوز شي من ورقة من برات ورقة البحث نعم دكتور شاربازين البيانات سام واحد سام اثنين صح واضح انه هي يمكن بمثل سبرادشيت الأسامل محطوطة على البيانات هي أسامل تلميذ المعاون طبع هيدا الاستاذ مكتوبين سام سام وان سام تو سام سري ومش معروف شو هن هيدول الأرقام شو بمثلو صح طبع شاربازين هاي النقطة بالنسبة للأساسية أنه أولا عدم عدم الرغبة في مشاركة البيانات هذا صح طبعا صح طبعا 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 يعني نسبة مية في المية من القدرة على إعادة الاستعمال يعني هي يعني البيانات عبارة عن أرقام عبارة عن ربما مقابلات ربما أي شيء آخر من غير ايدنتيكيشن من دون دوكمنتيشن ما فينا نستعمل نجا نستعمل هيدي البيانات بالضبط يعني إحنا لو شفنا مقابل على التلفزيون وما شفنا شو اسم اللي قابل وشو اسم المؤسسة بتاعته وفي أي تاريخ حتى المقابل نفسها ما بكلها ما تقيمة فما بالك في البيانات اللي هي عبارة عن أرقام رموز إذا لم تكن معرفة فليس لها قيمة مظبوط أوكي شو كمين بعد في شغلة نعم أذكر بأنه هذا بأنه باحث من الصين إعطاء أسماء هذا ورد بالقانون الصيني بأنه أي شركة لما تستطيع باحث حتى يعمل لها بيانات حسنا، تستفاد من الملخص مع البيانات مثلا، لكن البيانات تبقى إلها الباحث إذا هو جامع البيانات فبكون الحق لأله يعطيه هلا، هون مش هيدا المشكلة هو هو صاحب البيانات جامع البيانات المساعد طبعه هو الريسورج أسستنت يلي بساعده التلميذ اللي عنده يلي ساعده هو شخص من الصين وهو اللي يفهم شو هن هيدول البيانات اللي كانوا بالهيدا بس هو لأختصار الوقت لنقدر نكفي المشكلة بعد في مشكلة إنه الصفتور يلي بنستعمله لنطلع هيدا البيانات لازم نتأكد إنه البيانات نحفظها بتركيبة تركيبة تركيبة مفتوحة ما تكون تركيبة خاصة بشركة معينة وهلأ رح نحكي بسلايد لقدم لأنه إذا مثلا أنا عم نحفظ لنقول بفوتوشوب الصور عم نحفظهم بالفورمات تبع فوتوشوب يلي هو بي أس دي ممكن شركة فوتوشوب بعد عشر سنين تسكر وما بق في ولا صفتور فوتوشوب على الكمبيوتر تبعنا وبالتالي كل الصور المحفوظة بفوتوشوب ما رح نقدر نفتحها أو إكسل إذا حفظنا بياناتنا بإكسل وخبينيها لبعد عشرة وعشرين سنة ويمكن مايكروسوفت تتسكر أو إكسل يبطل موجود بعد عشر سنين فما منقدر نفتح هذه البيانات أوكي صح نحن ننتقل من مرحلة لمرحلة بدنا ننتقل من مرحلة إنشاء أو جمع البيانات وتنظيم هذه البيانات وتحليلها وبعدينها مجهول بتروحها على الجوارير أو بتبقى على الكمبيوتر ستبعنا بديكم تفكروا أنتم كباحثين البيانات تبعكم تبع آخر بحث عملتوه وينية وين محطوطة على اللابتوب على يو اس بي وين محطوطة هل فيكم تشاركوها مع حدا آخر إذا إجاوا طلبة منكم هل أنتم بتقدروا تفهموها لما ترجعوا لقلة فبنا ننتقل من هيدا الشكل لهيدا الشكل يلي هو اسمه ريسيرتش داتا لايف سايكل أو دورة حياة البيانات البحثية أوكي نعم خضر 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 الدمج الدمج اللي ممكن يحصل بالوسيلة اللي حفظت عليها مثلا على يو اس بي أو كمبيوتر مضبوط في طريقة بديلة ويمكن حضرتك رح نحكي عنا جي ما رح نقرف جي لا ما بيأسر نحن ننتقل لهيدا الدورة يلي هي بتبلش بإنشاء المعلومات أو جمعة وتحليلة التنظيمة وتحليلة نشر أرشافتها إعادة استعمالها ومنرجع منبلش عن جديد نحنا ك أخصائي معلومات عنا دور بكل وحدة من هيدول المراحل تبع دورة حياة البيانات نحن نعرف كيف نستعمل دورنا نكون مساعدين للباحثين تبعنا يلي بيشتغلوا معنا بالجماعة والمساعدين لأنفسنا ومنخلي هذا الشي منخلي قيمة هذا الموضوع تزيد لأنه حاليا كل المنظمات الداعمة والممولة للأبحاث بتطلب أن الباحثين يعرفوا يكون عندهم خطة لإدارة المعلومات البحثية فاليوم رح نشوف كيف نفكر بخطة لإدارة المعلومات البحثية فإدارة المعلومات البحثية تتضمن معالجة وحفظ البيانات البحثية بالإضافة إلى الميتا داتا المتعلقة بها فنحنا ما بنحفظ بس هل بيان البحثة ولكن من حتمة وميتا داتا نقدر خلينا نوصل لإله بسرعة ونقدر نفهمه ويقدر غيرنا طبعا يفهمه ويوصل لإله مدة الحفظ هي خلال البحث وما بعده لضمان إتاحة الوصول وإعادة استعمال هذه البيانات فهيدا الشي بيطلب مننا العمل على خطة مسبقة يلي هي من سميها بالإنجليز data management plan كتير من الفندنج ايجنسي بهيدا الايام بيطلبوا أنه الباحث بالإضافة إلى الابليكيشن يلي عم بيكتبها تيقدم على تيقدم على فند للبحث تبعه بيطلبوا منه يكتب بشي اسمه data management plan من العديد من المؤسسات المانحة للهيبات أو تتضمن الإجابة على سؤالين شو هو نوع البيانات اللي نستعملها وكيف ستتم إدارتها خلال البحث وبعده هيدا بعض المؤسسات التي تطلب خطة لإدارة البيانات البحثية هيدا هيدا يمكن 10% منهم فكل المؤسسسات الممولة والدعمة الأمريكية والأوروبية بتطلب هذه الخطة بتطلب أن تنكتب هذه الخطة ونحنا في لبنان لدينا كم مؤسسة بلشوا يطلبوا هذه الخطة وبالمستقبل القريب يعني كل رح تصير وينما كان مطلوب هذه خطة إدارة البيانات البحثية فكتير مهم أنه نحنا كما كتابيين نعرف نساعد البحثين من حول أنه يكتبوا هذه الخطة ويفكروا فيها من إنتاج وجمع البيانات توصيف البيانات تخزين الآمن للبيانات اللي هو باك أب يلي كان حدا هلأ عم بيحكي عنه سياسة إعادة الاستعمال والإتاحة والحفظ والأرشبة أول قسم يلي هو إنتاج البيانات بهذه المرحلة منسأل حالنا شو هو نوع البيانات يلي سيتم جمعها وكيف سيتم جمعها وكيف البيانات ممكن تجيب لنا بأشكال مختلفة وأنواع مختلفة ممكن تكون بيانات نوعية كمية مختلطة أو كيف سيتم جمع من رح يجمع من الشخص رح يجمع وين وامتين متى كيف ولماذا فكل هيدول الأسئلة لازم نسألهم لحالنا من بداية البحث ولازم نكتب كتيبة لبالمستقبل إذا حدا يقرأ البيانات يكون لديه إطار لأن البيانات البحثية هبطة من السماء لا يوجد إطار هذا يخسر من إيمتها ومفهومها يمكن أن نفكر بأي بيئة جمعت البيانات كيف كان الوضع السياسي كيف الوضع البيئي كثير أسئلة ممكن نسألة حول البيانات التي تضع البيانات بإطار معين تركيب البيانات format تركيب غير مملوكة يلي هي proprietary و non proprietary format مثال word document .doc .txt .txt format word word تركيبات مفتوحة تركيبات مفتوحة تركيبات مفتوحة تركيبات مفتوحة تركيبات مفتوحة مفتوحة التركيبات 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 اتباع المضا famoso اتباع ذلك اتباع ذلك اتباع ذلك من الفائل طبعاً. فالتسميات واحدة من الاشياء اللي منطلع عليها نحن عم نعمل organization للداتا. فلازم يكون فيه معرف وحيد. معرف وحيد يعني unique identifier. يعني رقم. ممكن يكون رقم. لازم يكون فيه مثلا اسم الآلة اللي استخدمناها اذا كنا عم نشتغر بلاب بمختبر. التاريخ. ممكن يكون تاريخ. ممكن يكون رقم النسخة. هون على الشاشة في صورة لحشرة جايبنا من لاب من من داتا صور الحشرات بمختبر. فهن اذا بتروفو تحت بأيجزامبل 2. هون مايكرو يعني مايكروسكوب. فهيدي الصورة من شيلة من مايكروسكوب. هل هو اختصار اسم الحشرة. دي ار هو او 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 في الارقام يلي هني التاريخ. الدي ار هو الشخص. اسم الشخص. دلالة رحمة. اسم الشخص يلي يلي صور هيدي الصورة. يلي طلع هي الصورة. وفي سيكونشل لومبر. اول صورة. هيدي 0.0.1 اول صورة. و الفورمات هو التيف أمريكا نعتمد هذه التسمية لكل الملفات أول ما نتطلع على الملف من بره نعرف ما في قلبه بدون ما نضطر أن نفوت على كل ملف لننبش على الداتا هذه هي واحدة من الأشياء التي تتعادلنا على تنظيم المعلومات أيضاً تنظيم المعلومات نعرف أي رقم هي المعلومات مثلاً V1 هي المعلومات V2 هي المعلومات نزيد أيضاً على اسم الملف إذا نحن نعدل ونغير بالملفات التوصيق التوصيق هو وصف المنهجية بالتفصيل يلي هو بيساعد الباحثين على فهم أفضل ويجعل العمل أو هذه الداتا قابلة لإعادة الاستعمال وبتكون النتائج قابلة للفحص verification فممكن نستعمل دكتشونري يعني نقول SAM 1 هي درجة حرارة الماء SAM 2 هي كالسيوم بالماء أو SAM 3 كالسيوم بالتلوث فلازم نفسر نفسر الداتا طبعونا شو هي فممكن نستعمل دكتشونري ممكن نستعمل readme file هيدا كتير بتشوفو هي وثيقة مكتوبة بتكون مع الداتا طبعنا دايما بيسموها readme بتكون txt notepad file ممكن نزيدة أكيد الميتا داتا كمان ما بدي لكم شو هي شو معنات متا داتا فبس كل نوع من أنواع البيانات عنده مخطط مختلف عن غيره بحسب طبيعة هيدا البيانات فإذا كان نص رقمي ممكن يكون عنده مخطط خاص يعني متا داتا سكيمة خاص فيه إذا كانت إشياء العلق طبية كمان عندها متا داتا سكيمة خاص فيها وكل حقل من حقولنا العلمية عنده متا داتا سكيمة خاص فيه فممكن نحن نستعمل هيدا كمان للبيانات معظم المستودعات الرقمية عندها مخططاتها الخاصة مخططاتها البحثية الخاصة وغالبا ما بيكون هيدا المخطط هو double core double core هو المخطط الابسط والاسهل اللي بتستعمل كل المستودعات الرقمية بالإجمال خاصة المفتوحة مثل DSpace مثل Fedora كلمة cancer كلمة cancer ممكن ينحط لها كذا key term نحن نحن بس نحن بس نحن بس نحن بس نحن نصف الداتا نحن 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 نساعد البحث خاصة أشخاص الذين يعملون بالمكتبات لا أعرف كيف يعملون بمكتبات وكيف يعلمون لدينا مفردات مضبوطة يجب أن نتطلع عليها التخزين الأمن هو ثالث مرحلة يجب أن نتطلع عليها نحن نكتب الخطة لإدارة البيانات البحثية الممولين البحث بالعادة يشجعون أن هذه البيانات البحثية يجب أن تنشرها مع الآخرين وتجعلوا الآخرين يستعملوها لأننا لا نريد أن ندفع مساري لشخص آخر لتجمع نفس البيانات البيانات الموجودة يجب أن تستفيد كل الناس منها هذا الشيء يجب أن نفكر كيف نريد أن نخزن هذه البيانات ونجعل الاتاحة والوصول إليها سهل نريد أن نفكر كيف نخزن وين نخزن معلوماتنا لا يمكننا أن نضعهم على USB ولا يمكننا أن نضعهم على الكمبيوتر نعم نعم كيف سيهتم بعملية التخزين نعم كيف سيتم الاسترجاع هذه البيانات بحال فقدانا بالعادة نحن نشتغل بمؤسسات بها المؤسسات لدينا شيء اسمه IT Department وعنا سياسات بهذه المؤسسات Policies البيانات إليها فممكن نتطلع على نسأل البيانات إليها وين ممكن نخزن هذه البيانات نحن كمكتبة بالجامعة الأمريكية لدينا سيرفر خاص للبيانات بنخزن عليه هذه البيانات وكل يوم بالليل بنعمل باك اوب وفيه اثنين سيرفر برات البلد فبصير في مثل بنقلوا المعلومات من هذا السيرفر على السيرفر يلي بأبرس وعلى السيرفر يلي بأمريكا فهيدي طريقة ما البروتوكولز بقلبه هي شغلة الإيتي أكيد مش شغلتنا بس نحنا عنا السياسات معينة ممكن نحنا نطلع عليها ونشارك الباحثين الآخرين بسياسات المؤسسة اللي نحنا فيها كمان بالتخزين الأمن بدنا نلاحظ القوانين اللي حولينا والسياسات مثل ما قلنا سياسة المؤسسة اللي نحنا فيها ممكن تكون سياسة الإيتي ممكن تكون المكتبة عندها سياسة خاصة فيها ممكن يكون الـ IRB أوفيس يلي بالمؤسسة كمان عنده بباليسيز معينين نحنا لازم نتبعها في عنا داتا بانك بالـ AUB كمان له بباليسيز خاصة فيه كمان لازم نطلع على هيد الأوانين والسياسات كمان لازم نلاحظ أوانين الدولة وأوانين البلد وأحكامه والأوانين الدولية ففي عنا الـ HIPAA Health Insurance Portability and Accountability Act فينا نطلع عليه ونشوف شو هي سياسات الحفظ والتخزين بالنسبة لهم ونطبقها عنه النقطة الرابع هي إعادة الاستعمال والمشاركة مع الأخرين وهي دا هي أهم نقطة يعني نحنا عم نعمل كل هيدا الشي عم ننظم البيانات طبعنا عندي بعد خمسة دقائق فالأسئلة من خليون للآخر فنحنا لازم نحنا عم نعمل كل هيدا الشي مش نقدر بالآخر نشارك المعلومات طبعنا مع الأخرين لأنه إذا كانت معلوماتنا مش منظمة أو ملنا موثقة أو ملنا باكت أب ما في إلها تخزين صحيح ما بنقدر نشاركها مع الأخرين فبمرحلة إعادة الاستعمال والمشاركة نحنا ومنفكر بالخطة البحثية طبعنا بخطة إدارة البيانات البحثية عم نفكر هل نحنا مجبرين نشارك هيدا البيانات مع الأخرين؟ هل هيدا البيانات ذو فائدة للآخرين؟ ممكن حدا تاني يجي ويستعملها ويستفيد منها؟ ما هي الأشياء التي لا يمكن أن نشاركها مع الأخرين؟ أوقات يكون هناك بيانات متعلقة بالأشخاص بيانات طبية هناك أسامي أشخاص وحالات مرضية هناك داتا تكون برايفت داتا هيدا البيانات التي تتعلق بالأشخاص هيدا داتا حساسة لا نستطيع أن نشاركها مع الأخرين هل أنا مجبر؟ كيف يستفيدون الآخرين؟ وما هو اللي أنا اقلشها مع الأخرين؟ وما هو اللي مجب أن نشاركه مع الأخرين؟ كيف بدأ شاركك؟ هل أنا سأشارك بيانات البحثية؟ أنا وعن بجمعها ومحطها دخلي وشاركها مع الأخرين؟ أو من بعد ما اكتب الورقة البحثية وانشرها؟ أو من بعد ما اكتب الورقة البحثية وانشرة؟ بيشي ثلاثة شهر في إمبرغو نقل شرير أنه أنا خلي المعلومات مخبّية لفترة معينة من الزمن هل يجب أن يكون عنده مثلاً يوزر نام و باسورد؟ نحن في الجامعة الأمريكية لدينا داتا بنك مثل ما قلنا، بنك للبيانات البحثية في أشخاص بيقولوا أنا بدي شارك الداتا طبعي بس مع الباحثين تبع الجامعة الأمريكية فبيكون في يوزر نام و باسورد، كل شخص عنده يوزر نام و باسورد من الأيو بي فيه يشوف هيدا البيانات واللي ما عنده ما بيقدر يشوفها، فشو أنا البيانات طبعية اللي أنا بجماعة بدي فكر أنا لمين بدي أعطي حق الوصول لإله هل أنا بدي خلي العالم كله يوصل لإله أم بدي خليها للدبارتمنت طبعي يمكن للقسم طبعي أو بس لجماعته فنحنا دايماً منشجع الباحثين أنه يفتحوا تكون مفتوحة للكل وسهل الوصول لإله من الكل ولكن في بعض الأشخاص يلي عندهم أسباب يلي هين بيعطوا دايماً أسباب أنه نحنا لأ منفضل حالياً أنه بس مثلاً القسم طبعاً يكون إله وصول لإله أو بس الجامعة ولكن نحنا كأشخاص من منشجع ويادفوكيت فور أوبن أكسس منشجع للوصول الحر للمعلومات و للبيانات دايماً من نخبر الآخرين عن أهمية أنه يحطوا هيدا المعلومات بإيد الآخرين لفايدة مشتركة لألون وللآخرين بدنا نفكر مين صاحب الملكية الفكرية لهيدا البيانات هل أنا جمعتها أو أنا جبتها من محل جامعينه إذا جبتها من محل تاني فأنا ما بيحق لي أنا ليس لدي المحل تاني فأنا ما بيحق لي لأنا أقدر شركها مع الآخرين فأنا أسأل المحل اللي جبتها منه إذا بنقدر نشركها مع الآخرين أو لا لأنه يمكن هي من ملكة هي أنا مش عاملها لهيدا المعلومات أو جماعة هيدا المعلومات جايباً محل تاني وكيف بأي طريقة ممكن نشركها مع الآخرين أكيد هنا فينا نفكر بكتير رخط لمشاركة لمشاركة معلوماتنا مع الآخرين واحدة من الرخص اللي هي سهلة جداً وفلكسبل كتير مرينة جداً هي رخص المشاعر الإبداعي اللي هي كرياتيف كومنز ففينا نحنا مبعرف أكيد أكيد كلكون سمعين بكرياتيف كومنز صح حداً مش سامع بكرياتيف كومنز كرياتيف كومنز رخص المشاعر الإبداعي حسناً هيدول الرخص هيدول الرخص هيدول الرخص يعني بتجيبون الرخص خالصة خالصة بتجيبون عن الرف بتقول أنا بدي مثلاً إنه إنه الداتا تبعي تستعمل ولكن ليس لأهداف تجارية والشخص اللي بيستعملها يعملي يعني رفرنسي فممكن أنا أخلط في عندي ست أو سبع خيارات وممكن أخلط بيناتهم حسناً أول وحدة اللي هي أتريبيوشن ألون ليس الحال يعني أنا في مما كان يستعمل المعلومات تبعي وبالطريقة اللي بدوا إياها وحتى لو لا أسباب تجارية ولكن حسناً فأول لايسنس أو أول رخصة هيدا أتريبيوشن ألون هي إنه أنا مما كان بقدر حط على الداتا تبعي ومعناتها إنه مما كان بيستعمل داتا تبعي حتى لو لا أسباب تجارية وحتى لو بدوا يغير فيها ويعمل فيها أشياء ثانية ثانية وحدة هي أتريبيوشن ونو ديريفاتي يعني لازم الواحد يعطينا أتريبيوشن يكتب إنه هيدا الداتا اجت من عنده وممنوع يغير فيها ممنوع يغير فيها وينشرة بطريقة تانية وفي عدة أنواع يعني لايسنس رخص ممكن نستعملون هيدا ويب سايت إذا بتكتبوا كرياتيف كومنس أو المشاعر الإبداعي فيكم تفوتوا على هيدا الصفحة وتنقوا الرخصة اللي بدكم ياها وتحطوها على إن كان ورقة بحثية إن كان بياناتكم بحثية أو أي شيء حتى إذا عملوا ويب سايت فهنا بيعطوكم لوجو مشان تحطوها على الويب سايت طبعكم بالرخصة اللي بدكم ياها آخر اسم هو الأرشفة والحفظ شو رح يصير بالبيانات طبعية من بعد فترة من الزمن كيف رح يتم الحفظ والوصول له هيدا الشيء بالعادة بتأمنه المستوضعات الرقمية ففي عنا عادة أنواع هيدا بس كم واحد كم إجزامبل مشكلة للمستوضعات الرقمية الموجودة في مستوضعات رقمية جنرال يعني لكل الإختصاصات ولكل أنواع الدياتا ومنهم منهم فج شعر ودرياض وفي مستوضعات رقمية متخصصة بتكون مثلا هون للميتابوليك ديزيز رائر ميتابوليك ديزيز بوب كام للكيميا وإلى آخر يهون للفيزيك مستوضعات رقمية خاصة بإختصاصات خاصة وموضوعات خاصة وفي منها جنرال هناك منهم مدفوعة كمان تدفعوا مئة دولار بالسنة أو مئتين دولار بالسنة وفي منها مجانية وفي تاني نوع من المستوضعات هي المستوضعات التابعة بالمؤسسة أو مستوضعات التابعة هاي دولي فلكسبل كتير والمؤسسة هي اللي بتهتم فيهن هي اللي بتهتم بالحفظ وبتهتم بأنه يكونوا البيانات تبعنا فيزبل للآخرين وبكون فيه فول كنترول سيطرة كاملة من الباحث يلي حط هايدي البيانات بقلب المستوضى على هايدي البيانات تبعه من ناحية الحفظ من أمن ستوريج من أمن سبيس ما كان لهايدي الداتا قد ما كانت كبيرة إذا كانت الداتا كتير كبيرة أو داتا صغيرة من أمن له مكان محل بالسيرفر مشان يحفظ هايدي الداتا المؤسسة هي بتهتم بالباك أب يعني الباحث مش مضطر يفكر كيف يعمل الباك أب للداتا تبعه بتأمن ديسكوفرابيليتي يعني يقدر الواحد يسترجع المعلومات تبعه بسهولة لأنه نحنا منزيد على الميتا داتا يلي هو بيحط الباحث مع البيانات تبعه تبعه بسهولة بموضوع الفيزيبليتي يعني نسبة الرؤية طبعا هذه البيانات تكون عالية المستوضع اللي نحنا مستعمله هو مفهرس من كل السيرتش انجين من جوجل وياهو بينغ وكل هاي دول هاي دول المستوضع فحيلا شخص بيكون عبي نبش بي جوجل لانقول رح يدله جوجل على البيانات اللي هي موجودة بهذا المستوضع اللقمي فالفيزيبليتي رح تعلقه رح فيه سيتيشن لانه هيدا هيدا الريبوزيتوري نحنا منأمن مع الريبوزيتوري كيف البيانات بده تكون سيتيت وقد بده تكون الرفرنس لبع هيدا البيانات ومنأمن يونيك ايدنتفاير فكلما واحد يحط داتا بين خلق يونيك ايدي موكي كرميل هيدا الدياتا مثل لينك لهيدا الدياتا فوين اذا كان عنده ويبسايت وبده يحط معلوماته على الويبسايت مش ضروري يجيب البيانات طبعه ويحطها على الويبسايت بيستعمل هيدا الليك النيك ايدنتفاير كمان الكنترول بيكون عنده كامل السيطرة على هيدا البيانات لانه فيها يخبيها لوقت معي نقول انا ما بدي خليها تيحها للاخرين هلأ بدي بعد ثلاث شهر او بدي بعد سنة خلي الاخرين يشوفوا أو يجب أن يرى الناس بس بسرنة أو بسرنة وطبعاً نحن لدينا نعطي support فهذه المرونة للمستودعات التي تابعة على المؤسسات هذه صورة، هذه سكرينشاط عن AUB ScholarWorks بالـ AUB عن Data Bank فيه شئان الـ Data Bank هناك الـ Data Bank الباحثين في الجامعة الأمريكية يظهرونها وطمعها هناك شيء الثاني الـ Data التي نحن نجيبها للبحثين نحن نأمل خدمة للباحثين إذا كانت الـ Data التي نريد البحث موجودة بمكان آخر موجودة بوزارة أو بمؤسسة ثانية نحن نذهب إلى هذه المؤسسة ونطلب هذه الـ Data بالنيابة عنهم لأننا نعرف قوانين الدولة التي تسمح لأننا نطلب الـ Data نعرف أن نقوم بعمل لـ Data عندما نجيبها ونستطيع أن نشاركها وليس فقط مع باحثين آخرين لدينا شئان حسناً آخر شغل بدأ أولاً لكن هناك شيء اسمه DMPTool وهذا الـ DMPTool.org كل الأشياء التي قلنا عنه اليوم هي كيفية كتابة الخطة البحثية أو التفكير فيها وهذا الـ DMPTool 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 يسهل عليكم عملية كتابة خطة بحثية لأنه يعطيكم أولاً شقفة ما تريدكم تكتبه وثاني شقفة وثالث شقفة فإذا كنتم تشغلوا بمكتبات حتى يمكنكم الدخل واسم المكتبة تبعكم به هذا الـ DMPTool وحسب قوانينكم وأنظمة نجاماتكم ترشدوا الباحث على كيفية كتابة الخطة البحثية من خلال هذا البرنامج وبعدين قبل ما يقدم الباحث الخطة للمؤسسة يطلب مننا بتروح نسخة من الخطة لإلكن وإنتوا بتقدروا تراجعوها وتشوفوا إذا فيها شي غلط أو صح وتساعدوا إنه يضبط الخطة فهذا كل شيء هوني كان في تتوريول بس لدي الوقت ما رحنا عمله فهذا هون هل عنده أسئلة؟ شكراً يتقدم الدكتور على أبو الحسن العلاق لتقديم شهادة المشاركة إلى الأستاذة دلال رحمة فلا تفضل المشكورة شكراً 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 موسيقى